اخوتي واخواتتي السلام عليكم. اتمنى تكونوا بخير ويزركم ربي الفضل والتسير والرزاق الكثير. مرحبا بكم معنا في قصة وفي حلقة جديدة. القصة دي لهذا النهار وقعت بالتحديد في يامات العيد الكبير. ايام العيد الاضحاف في عام 2013. وقعت بالضبط في واحد منطقة قريبة من مدينة المحمدية. هذه الجريمة مش ضحيتها واحد سيد مدير لا بيديه ولا برجله. ما هي العلاقة التي تربط هذه السيد بالقاتل او القاتلة وشكل يرتكب في هذه الجريمة؟ هذا الشيء نرى في الحلقة اليوم وفي القادية اليوم. مهم في واحد النهار ثلاثة. سيأتي بلاغ من عند واحد البنت تقول في هذا البلاغ هذا انها لقات سباها مقتول وسط الدار دي له. البوليس ديكسا في البلاثة. مشوا العنوان اللي اعطيتهم البنت في هذا البلاث هذا. ووصلوا الى ثمة كي يتفاجئوا برجل كبير في السن. طايح من مدود على كرشو في الكوزينة. الريحة نطلقها في الدار مع البلاثة وبدأ يحلو الشراجق. الغاز في الدار كامل. الضحية من دهون الجسم بالزيت. وبزيت الهود. وهي الكوزينة الكاملة بالزيت. يعني شيء واحد يقلب عليه الزيت. يعني الزيت البلدية. البوليس فتح رياتهم. وحتى الشرطة العلمية في مجالي. ورفعوا القوة على البصمة التي كانت في الدار. وقلوا ان الضار مقلوبة. شخص حاجة ما كانت بلاثة. حتى كانت شيء دباش. شيء سرع. وغالبا ضحية تعرض للسرقة. يعني قبل ما يقتل شخص حد سرقه. البوليس بدأوا يقلبوا الغازة. ربما يجبوا آدات الجارمة. ربما يجبوا شيء حاجة لتقتلها السيدة. ولكن ما كانوا يفضل. راح تمر بزيتها السيدة. والتيفونية لم يرغبهم. مهم البوليس بدأوا في تحقيقه في تحرياتها. بدأوا بعدها مع الناس القراب من هالسيدة. بدأوا كيسولوا عائبته وشجيرا. خصوصا بدأوا بعدها مع بنته. مع اللي بلغت على الجارمة. ما كنت تقول لهم؟ كانت جاي تزور الأب ديالها وجايبانه واحد الحلوات في بلاطو. يعني يعني العيد وبغا ضوغهم الحلوات ديالهم اللي داروا في الطر. ولكن فشل خلط الطر اللي قاتت ابوها في ديك الحالة. البوليس عارفوا ان البنت راح ابوها ما تلقين. ابوها سكن بحديته. ابوها ستعمل في التجارة وعنده بزعاف ديال المشاريع. سيد مسك عليها الله لباس عليه. هذه الناس هالأصلية لهم من الجهة الشرقية. من مدينة غرسيف بالضبط. طريقة وجدها. هذه الناس هادو كانوا في غرسيف وانتساقلوا له محمدية. البوليس من اللي كانوا يبحثوا مع البنت ديك ساعة وصلة لأم ديالها. لأن شوية بنتها رامت الجنب وبدأت ساعة لأمها وعلمتها بالواقع. قالت لها ما يقلبها. الجهة التي ساكنتها في هذه الضحية. الجهة الشقة تشميلها والناس للعمارة يقولون بأن الريحة تشميلها وكانت بجهدها بزعاف. تخرج من الضار السيد. وهذا ما يحدث؟ وصلت بنته للعمارة في الجهة التي تلقوا لها. وعلموها بأن الريحة تشميلها بزعاف. أما بخصوص زيت العود يعني الذي كان يحل السيد عائم بزيت العود. ولكن الناس لا يستطيع أن يفصل على هذا السيد. يبقوا عليه زيت العود. وعندما يريد أن يحرقه بزيت العود. ما هي المشكلة؟ هذا السيد أصلا يكون لديه زيت. لأنه في بلاده يوجد جنانات زيته. يجيب الغلاء ويبيعك الشيء الذي يبيعه ويجعله بشيء يقضي. يعني بعد سنين أو سبعين أو سنين يترك يبقى عنده فضة. يديرها من الماتحة البوطاجة ويبقى كل منها. الجهاز يقولون أن هذا السيد داخل سقراسه. هذا السيد كلمات العيب لا تسمحه إنسان اللي جود عنده نشان نشان. كي يبقى ولده بزاف. مهلي فيهم ويحتاجه ما كذلك. كي يسوره في باهم ويحترمه. وهذا السيد هو شخص لحقاني. كأن الناس والجنان يقولون هذا السيد كان متقل الله. حادث لاته. متدين. وشاد طريق المستخدم. ما عنده مع الزجزاق وما عنده مع الطريق العوجة والالفساد وكذا. البوليس بدأوا في الجيران. مع الأبناء ديالو. الطريق ديالو. هاد سيد متو الحج حمد. وقاع النس اللي قراب اللي. يعني الجيران كل شي كي يقول فيه غير كلام الزهن. وكي يقول بي أنه يجع عنده حد من غير ولاداته. هم اللي كي يجعوا وطلقوا عليه مرة مرة من بعد ما طلقوا موهن. كي يقولوا جزران عندنا السيد قليل فاش يلقوا خارج. ما عادة. كيمشي للجامعة ويرجع منه. يعني كي خرجها في وقيتها. أو كيمشي تسخر ويقضي الأغراض ديالو. الولاد ديالو كانوا كبار. الصغيرة في هم كان عندها 14 عام. امرأته. امرأته. ماشي بزياب باشي تطلقت منه. يعني الحاج حمد. تطلقها غير مؤخرا. ومشي تتكمل حياتها. بدأت المشي ريع ديالها. وكان تغادم زيان. يعني اطلق ديالها من الحاج. كان بسبب أنهم ما يتفاهموا مع بعض ديالها. الحاج كان بحل قديم شوية في عقله. وخا كان صغي. وخا كان حاجت ماشي دياله. وخا كان يتطلق مرته بزياب. السيدة مكان نقصها معه شي خير. ولكن بحل كان نزمتها. لم يعطيها الحرية للدخول والخروج. مهم القادش. دكش اللي بغتنها. الآن السيدة رأى. كان حاضر من منطقة الشرقية. محافظين فوق القياس. السيدة كان صعيب وقاسح. يعني ما عنده مع الخروج بطولان. الوقت عنده بالحساب. وهم كان قاسح مع مراته. ودكش ديال السيدة مصرية. وهذا الشيء اللي يجعلها تخنق وطلق منه. هذا السؤال. ما هو قتل الحاجة حمد في قلب داره. ما هو اللي غالبا سرقه؟ اداله ورزقه وزهد. وشي حد اللي كان قريب له. شي حد اللي كتق فيه. ولا شي حد غريب. شي حد اللي جاء اداله ورزقه وقتله وزهد. مهم قبل ما نكمل في تفاصيل القضية ديالنا اليوم. نتعرفه على مراته اللي تمتها محجوبة. محجوبة كبرة محنة. طفولة ديالها مكانت بحل طفولة ديال البنات. البنات اللي بسن ديالها ما عايش بحلها. الولدين ديال محجوبة كانوا صعاب بزر. كانوا يتعاملوا معها بطريقة خيبة. طريقة قاسية. معمورهم لم يحسواها بالحنان ديالهم. معمورهم لم يحسواها بأنها باقة طفلة. كانوا ديمة يقولوا بأن الناس ديال المنطقة ديالهم ما يعرفوه ان البنت تقرأها او البنت تدريب او تخرج بالحساب. البنت بالنسبة لي هم هيك توصلوا. عشر سنين. يبقوا حاضين معها وحاضين منها. يبقوا يديوها ويجيبوها للمدراسة. حطنا لها العين. مراقبناها في كل شيء. الشادة والفادة. بحال حاضين شيء قنبلة موقوطة عندهم في الدار وخيفناها خيفناها اضطردك وجهة ومشيناها. البنت معندها الحق. لا تهضر. ولا تعطرها الرائدية لا. كانت بقى في دار وليدها. كانت تقرأ وما كانت تقرأ عند السن البتدائي ويخرجوها. مهم على حساب الظروف الولدين. البنت كانت قواكلة وشاربة في ضربها حتى تصل إلى السن للزواج. وعلى حساب تلك المنطقة التي كانت فيها حجوبة قالت بأن البنات تزوجوا على السن صغير. راكب تزوجه على خمسة عام. مهم حجوبة تحرمت من الحنان والعطف الولدين. مهم الأطفال في هذه المنطقة خصوصا البنات كانوا يجبوا مكراسة. ما كانت تحس بالحنان في دارهم. احتمل القرية ما كانوا يوفرونها بشكل خاصة في الأدوات الدراسة. كي تقنط. يقول لهم نحبس بحالاتي. كي لا تكمن قرأتها. وكانت الظروف ديالهم قصحة. ولكن هم يدروا هذه التصرفات بالعاني. كي تقنط المحجوبة وتقلس بحالها في الدار. لا تقنط القراءة. وهذا كان الخوف اللي طبالها من جهة واليدها خلها بحالة تكبر مع قدم. وكانت تقول. امتاد تخرج من دار. امتاد تلقي شيء محسن في دار هذا اللي تزوج بها. خاصة من دار العيشة اللي عاشتها. يعني أول فرصة. جاءت المحجوبة في طريق. وخارفة بأن السن ماشي ديال الزواج. خارفة بأن الزواج في هذا السن يحرمها من طفولة دياله. ولكنها قد يرتاح من دار. ليس محجوبة من اللي وصلت. السن الستاشر عام تقدم لي واحد سيد وطلب منها الزواج. يعني طلبوا من وليدها. جاءت وليدها. وهو قال لهم بغيت تزوج من محجوبة. ليس لدي الفرصة لتعرف عليه. قال لي جاب اسم الله. سيدارة وخاشفها. هي مقدشة تزعينها. السيد اللي بغيت تزوج محجوبة. كان راجل كبير شو يفسر. ولكن راجل ما يسور ماتين. عنده فلوسه. وعنده مشاريع دياله. الوليدين لدي المحجوبة. ما كان عندهم شي رأي آخر. عجبهم الحال. وقالوا انزوجوا هاليه. السيد من الله عارفوا أنه لباس له. وفوق هذا الشيء. الراجل الذي ينتقل له. الراجل الذي معروف عند الناس. وكذلك يشكره. قالوا ما يلقوه ما يحسن من هذا العرس. وتحد ما يقدر يعتارد على هذا الزواج هذا. موافقوا يزوجوا هاليه. قال ابنت في الأول كانت رافضة. ولكن قالت موافقوا ليس لدينا مضار. سيد كان كبير عليها بالزعف. فيتها بكثير من ثلاثين سنة. البنت يا الله حلت عينها بالتانية. ما زال ما شافت ما تشوفت. ما زال باغدك العاطف والحنان قرينها. شيء واحد اللي في السن ديالها. خاصة هي الحالة. ولكن ما عندها مدين. في الاخر وافقت بسيفة اللي عندها الشيء رأي في هذا الموضوع هذا. والدها. صافي قرروا يزوجها رغضت تزوج صحة ولا خطر. شدت محجوبها الطريق هذا. تزوجت. هربت من. جاحم داره من تعاصى والطن والحرمان. ومشات. الجاحم كثير. يعني ذلك الشيء اللي عانته في طفولتها. مع والدها. ستعاني كثير منه. مع رجلها. من ناحية المادية. من ناحية الأمور. يعني فيها تعيش المرأة والظروف ديالها. سيد مفر لها كل شيء. واكلة شربة ناسة مرتاحة ما خاصة هوالو. اللي بغتها كتلقاها. ولكن معنويا حالتها مكفسة. سيد راه. قول غرين ببها ولا كبر من ببها. وهذا الشيء اللي عاشه مع والدها. لقات الضوبل دياله مع رجلها. ما عنداش حق انها تتكلم. ما عنداش الحق تعطي رأيها في أي حاجة. لقيت محجوبة رأسها بزوجة. واحد راجل كبير في الأمر. العقلية دياله بعيدة عن العقلية ديالها. هي كتشرقه هو كي يغرب. مهم ما بتفاهميش مع بعضياتهم نهائية. نتقاوها كاك نهار على نهار. لقيت محجوبة رأسها كتكبر. وبالزاب ديال الحويج كيتغيروا فيها. لا من ناحية الجمال ديالها. لا من ناحية الهيئة ديالها. يعني السيدة كتزيد. كتزيد زياد. الراجل كتزيد يغير عليها. بحكم انه كبير في السن. وبقى كيتحاسب معها للشدة والفادة. لكل خرجة. بحالة كيشك فيها. السيدة اللي مشتعيت قداد شي حاجة. خصوصا لكان هاد المحل اللي قدادت تقدم له فيها راجل اللي مقابل. كيتعصب راجلها. كيتدبز معها. وهذا الشي كيدير بيناتهم السطاع والمشاكل. بحالة راجلها حاسب النقص. حاسبها صغيرة بزاف وزوينة. السيدة الغيرة ديالو كان زائدة بزاف. والغيرة جتبس بابدك فارق سلي بينه وبينها. مش كيبوك البس قدك يواتيك. بنت بزالة صغيرة وكيشوفوا فيها الرجال. وربما احتاج يتشوف فيهم. ربما تهضر مع شيء حد مرة ظهر. اما في التليفون اما في هذا. مهم السيدة حاسبها بأنها مكان شراء ديال العيشة معها. السيدة بحالك يشوف أنها عندها طموح كبير في حياتها. السيدة كتقول لك تبغى نكمل قرايتي. تبغى نوصل لواحد مستوى. تبغى نخدم شي خدمة اللي تشرفني. يعني بحالة تكون حياتها الرأسها. لكن بسبب الظروف اضطرت أنها تزوج. الحلم ديالها حبست لنا. مهم المرة دخلت في دوامة اللي لم يكن منها غروب. دوامة محجوبة 28 عام ديال الزواج. أولادتها أمها كبروا. ابنتها تزوجوا. أولادها خدامين. أبقات غيهية وراج لها فطر. لذي لا تشعر بالنقص. الحاج حمد كان من المشاريع دياله. كان مقاولا لكشيد العقر. كان يشريد ديور ويعود فيهم البيع. كان يدير التجارة. وكان يربح فلوس كثيرة. فيما تبغى همزة. كان يشريها. ويعود فيها البيع. والمرة لم يكن حاملها. لأنها تأتي الضارة على دوقها. كان يتربيع لها الكبداء. بحلقة تسكنها فيها. لذلك يصدق عود نبيعها. وكل مرة المرة هزة الحيلة من الضار له. الضار وحواجها يتعرسه. كانت بغى استقرار. بغى تكون في شيفيلا وترياح. تأتيتها على دوقها ولم تتحرك منها. السيد عكي يبلو الربح كي ينضي بيعها. يقول لها بغيت نبيع الضار. لذلك يخرج عوده والعائلة من الضار. وبقى هكذا. محجوبة؟ تسمح لنا اسم هذه المسألة. لا تبقى عشبها. ولو ديما مخاصمين ديما مناقرين غير على هذا الموضوع. يقول لها لا تستطيع أن نسكن في بلاصة بعيدة. لا تستطيع أن نسكن بعيدة على أصحابي. بعيدة للناس الذين يأخذون معي. لا تبقى على خيطي بيطي. وإذا أردت أن يبني فيلا. أرخصوا بلاصة التي كان. وبالتالي هذه المسألة. يجب أن يكونوا خارجة على المدينة. بعيدة قليلا على البلاصة في موال في كيكليس. البلاصة التي لديها المحلات. وعندها فيها البيع الشراء. نطم حجوب هذه الساعة. وقال له هذه آخر مرة. لن تنقل شيء دار أخرى. هذه الدارة لن تخرج منها. قال لها الحاج حمد. إذا جاءت فيها الهمزة. لجاءت الفرصار غادين بيها. والهضرات كانت لا تهمني. بقاوها كأكديمة الخصائر. ديما المشاكلة. دارة المسألة تتحوال. حتى الواحد النهار. محجوبة تتفاجأ. أن الحاج حمد. دافع الورقة تطلق. السيدة عيش معه. هو بدفع الإجراءات تطلق. عيش معه في نفس الضعر. كانت قصمة ماكلة أو الشراب. كانت أسف بيت واعد. والسيدة تلقى بالأخبار. حسست محجوبة بالغضر. حسست أنها لم تستعج. هذا الشيء الذي يدلها رجلها. كانت تقول أنا الذي وقفته على الرجل. أنا الذي سنته. لكن أنا أخليك له الاستقرار. لم يحفظ على زواجي. ودوزت مع عشر طويل. وهو يحفر لي من تحت. يعني السيد. كان يتطلق فيها. بلا ما يقولها لها. السيدة كانت تعتبره هو كش. هو ممطار هو كل شيء. من اللي ساقط الخبار بالنسبة لها تزواج سالة. بحل الحاج غضرها وضربها بضرها. يعني طلب طلاق بلا العلم دياله. وخامنه بعد أنه يحفظ لك الإجراءات. ولكن ديما ما بقى شتيقة فيه. ديما كتقول غادي يطلقني بلا خباري. بدأت حاضية منه. بدأت حاضية منه. بقى هكاك بقى هكاك. بقى هكاك بالصحة اللي قلقها لحاجمت. السيدة لقات راسها بالزنقة ما عارفها مادية. هي عاشنا إنسان مدة طويلة. أو من بعد كل شيء تعدى. مهم حجوبها. وغاية تعاود بداحياتها من جديد. ولكن فاعد الفوت. يعني باش تعاود ذلك الشيء اللي عاشت وصعها هذا. مهم بدايتك تتقلم على فين تلاهي راسها. بدايتك تتقلم على فاش تدوز الوقت ديالها. خاصها تزيد دخل المصروف من غير ذلك الشيء اللي خرج لها الشرع والقانون. بدأتك تتحاول تعاود ذلك الشيء اللي ما درتوش في الشباب ديالها. إن السيدة تزوجت مدة طويلة. وخاخضت الحقوق ديالها ولكن كان حواج العمر ديالها. حيثت بها إنها ضاع معاد السيدة. هذا معاد الراجل الكبير. شنو دارت. بشن دارت صالحون الحراقة. بالمساعدة ديالشين ناس اللي كتعرفهم. محجوبة فعلا لهات وقتها. قدت واحد الماحة في واحد الحومة. وبدأت الخدمة فيها. قدت ذلك الماحة نشرت الماطيريال. خدمت معها واحد حرايفي. واحد صناعي كان يعاونها في الخدمة. هذا السيد اللي خدمته معها كان فعلا ناضي. قد بخدمته وجاب لها الكليان بزا. هذا السيد كان عنده واحد صاحبه. هذا صاحبه اسميته ساد. هذا الساد كان زوين محسون في الجهود طولة وجريدة. غيشافته معجوبة. أتربطت فيه. أعجبها. أنا قاد يالو سيد كلا محلو. كيعرفي هضر. حتى هي عجباته لأنها كانت بزا لمها اللي فراثة. ولكن هذه الساد كان يحفر لها من جهة أخرى. محجوبة. غيشافته تغرمت به. السيد را كان عارف بأنها يا الله طلقت. طلقت من واحد اللي لباز عليه. مهم جماعة لها المعلومات مزيان مع صاحبه. شو بدك يدير؟ عارفها بأنها نقصها حانا بدك يدخلها من ذلك النقطة. يعني بدك ذلك الشي اللي كان نقصها مع الرجلها. بدك يحاول يكمله. وبدك يبالغ في ذلك الحانا. كي حن فيها. ومشاهد معه في الواد دياله. سيد عجبها لحال ذلك الشي اللي كان نقصها في حياتها. وهذا ساعد كيعوضوا لها. وخا ساعد لها. كيمبلي. كيسكر. كيكمي. كيديرها كلها. ذلك الزيار اللي كان مزيارها رجلها. هذا رخف ليها كل شي. وحسيد عجبها لحال. وقد تلقى حدورة كما كنقوله. فعند ذلك الضغط كما كيقوله. كيقوله تنفيجر. أبحل خلاها ساعدة لما بغت. كنت تخرج فيما بغت. كنت تلبس أي بغت. يعني سيد ما كيبالاشجار كيغير عليها. أحد يقول لأنا متفتاح وانا كذا. خاصة عايش خاصة كذا. شوف خلاة رجل متتقي الله. وتلقيت مع هذا. يعني بحل النقيضين. هذا وكتين هذا وكتين. يعني ضد يعني. سيد رجل كان يغير عليها جزاف. ما بغيت تشوف تشي واحد من غيره. سيدك برتولادها زوجتهم. شوفي ولا تدبعات ولا ترجعت لها المراهقا متأخيرا. جاء لديك شلي. مقا نقصها بغت تعوده دابا. ما حاولش أنها تصحيتها مع رجلها. وتفهم بأنها بغت استقرار. بغت تبقى حدولي. يعني مشكلة كان بصيد. وهي رأى الأصل دياله حويش خراية. ما يمشي حويش اللي كي يكونوا في الدار. بيوت أصرار. مهم. تلقيت رأسها. تلاحظ في الحكم ديال. شاب صغير. اللي بحلها. كي يلعب لها. على ذلك الشي اللي نقصها. مهم. سيدة كانت مضغوطة نفسيا في ذلك الفترة. سيدة أعرف لها أنه قد ضعف ديالها ويدخلها منه. بقاة محجوبة كتعاود لسيدة لحياتها. كتعاود له للمشاكين اللي كانوا بينها. وبين الحج حمد رجلها. طالق ديالها. السيد كان يوزيها. كيدرس نقاط ضعف ديالها ويهاجمها منه. كيدرس لها الحلول لأي عقدة كانت عندها. وليما كانت ضد لها واحد جميلة ويقول لها. ما كانت تفهمها. يقول لها سأعجبك. سأعجبك. سيدة ما كانت عارفها ما يقصد. ولكن في اللخ العادة تعرف كيف سأعجبها. يعني سيدة ما حكرتش على هدرته. ما كانت تطلب منه أنه يقصد من كلامه. كانت تظن بأنه سأعجبك. سأعجبك. يعني عن عين شيك في حياة اللي حسن من ذلك اللي عشتها مع عراجك. ولكن هو في دماغه خطط خراب. في باله حويش خرين. السيد كان ناوي الغدر. كان باغي يدمر لها حياتها كليا. سعدها تاركة من حادر من عائلة. كلها متفسخة أخلاقية. الأم دي له احتها هي مدمينة. أخوته كذلك. كل شي كيشرب مع بعضياتهم. خلطين كي يديروا. جعل فواحش كي يديرهم مع بعضياتهم. عائلة كلها كتكمية. سواء بنات أو أولاد. يعني السيدة هربت بلصنقية. طاحت بلصنقية. مهم سيدة بعدما عودت هذه السيدة كاملة. من تقطع حتى السلام عليكم. أبدأ يحاول أن يدخلها من تماما. رتمع الحاجة. الذي كان القارو لم يضعه فرمه. طوغلت. حصلت في السيدة هذا. كله ما ناتف. حاجة كان يسمع غير. هذه السيدة. يجعل أي شيء في يديه. يجري قاصد بيت الله. مهم قاتل حجوبها. عاجبها الحال مع هذه السيدة. حتى لو أحد نار. سيأتي الاتصال من عند ابنتها. التي أعطيتها هذه الخبار الخائبة. سيدة قمت بتصالون بها. مرتاحة مع الهامة بها. قمت بتصالون بها. قمت بتصالون بها. أعتقدت بنتها. وقالت لها بأن. با. ستقتل في الدار دياله. با. ستقتلون بيوح. ما أعرفنا شخص يقتلون. ستقتلون. سيدة ملجأة تليفون. لقد أخذت مباشرة بالطار ديال الراجل. لقد أخذت بنتها. ستقتل من دا. مقاول حاجة حمد. مقتول في الكوزينا دياله. يعني غارق بالزيت ومقتول. سيصلوا إلى البوليس التنم. ودعوا التحريات لدينا. ستصرح الجريمة. كما قلت لكم. السيد مقتول. لا تليفون. لا أداة الجريمة. لا بسطان. السيد غارق بالزيت. السيد كان مطعون عدة طعانات في جسم دياله. وهذه الطعانات غالبا عن سبب ذلك النزيف. الذي وقع. ذلك الشيء اللي شتوفه. الريحة ديال الجاز كانت مش هدافت ضرين. القاتل غالبا نحل البوطن للجاز. البوليس لقوا. البوطن اللي تمفكوزينها محلولة. تلخر دياله. وهذا كي يبين بأن المجدرين من بعد ما قتل حاجة حمد. خلال الجاز محلول. وكب عليه الزيت. ولكن اللي لم يعرفوش البوليس. هو لماذا هذه المجدرين كب الزيت البلدية على الضحية. ما هو المغزم من هذا الشيء؟ لماذا كب عليه الزيت. وتطلق البوطن. لكي يخلو الباب. الله أعلم. مهم البوليس قلبوا في الضار هذه الحاجة. مثلا. ربما ينقوا شيء. ما هي حاجة التي تفيدهم. ولكن يجبوا بأن الحوايج. والفراش كلهم مرون. لكي يرجعوا الإمكانيات السرقة. الإنقادية فيها السرقة. يعني لا ينتقم أي شيء. مهمة تعلبت النيابة العامة بالأمر. تهزت الجودة المستوى الأموات من أجل الشريح. البوليس تحريتها مخدامة مع جيران الحاجة. أصدقوا بهم. لم يسمعوا شيء أصدقى لها. شيء غوية في العمارة. يقولون أن العمارة كاملة هذا اليوم. كان فيها الكهر. فيها السكوات. قال لهم لم يسمعنا حتى شيء أصدقى. نحن نقول لهم أن الحاجة عايش غيب وحديته. الحاجة حتى التلفازة لا يشعلها. ولدته مرة مرة يأتي وطلعوا عليه. ولدته كبار مع قلم وخا يأتي وما يصدقوا أصدقى. يعني لا تسمع الحس ديالهم في الضار. يقولون بأن الحاجة الوحيدة التي تردت انتباه لهم هي الريحة للغاس. الريحة أصدقى من الضار. كانت ريحة قوية. البوليس سيبحثوا مع بنته. بنته التي اكتشفت الجثة ديال البوضة. قالت بأنها كانت جاية تطلع لبها. وتضوغوا من الحلوى ديال العيد. قالت لهم أنا أبزوجها بداري. وجيت عند البوضة وضوغوا من الحلوى. لماذا بدأت تطلع لبوضة 100 ريحة جيدة بالزمد للبوضة. قلت ربما يكون جاية من الضار ديال الشيء واحد من الجيرة. ولكن من الذي وصلت إلى الباب ديال الضار كانت تفاجأ. لأن هذه الريحة جاية من الضار ديال البوضة. جاية من الكوزينة. سيدها من اللي فتحت الباب. بدأت تطلع لبوضة. من اللي شفته طايح مجبد وبدأ ما يتخرج منه. لاحظت ذلك البلاطو ديال اللي حلوى البنيت ديال. ومشت قصدة البوضة اللي كان طايح مقتول في الكوزينة. بوضة مقتول بطريقة خيبة. ومن البلد شفت منظر اللي معمرها تنسى في حياتها. البوليس بيحتو حتى مع أمها مع محجوبة. محجوبة كتقول أن من اللي طلقها قطعت العلاقة ديالها معها من مدة دي. ومعمرها شفته من النهار اللي طلقه. كانت فقط ولادي وابنتي اللي كانوا يجيب وطلع عليهم مرة أمرة. كانت تقول لهم بأنها كانت تعرف بأن الحاج ما يقدر شيء آدي يحتنم له. الحاج ما عندهش أعداء. بالعكس الحاج اللي عمره بطار كونش يبغيه. ونوية غيمة فاهمنا شو بكه. وذلك الساعة كل واحد شطرقه كل واحد خلال ما نصلح بلاده. البوليس سولوها وقالوا له. واش كتشك في شيء واحد اللي يقدر يكون قتل الحاج حمد. محجوبة كتقول أنها ما كتشك فهتاشي واحد. كتشك فهتاشي واحد خريفة بالحياة الخاصة دي الحاج حمد مورما تطلقها. كانت تقول بأنها كتشك في نفس الدار وما كان عرفش أسرار دياله. الحاج حمد كان كيتوم. البوليس سأدي لاحظوا أنها محجوبة من بعد طلق ديالها من راجلها. دارت العالم ديالها الخاص. السيدة والتي تكتب السلع سري. قطعت الشارت. يعني عاشت حياتها. دارت مشروحة ديال الحلقة. أول واحد عشك في هي محجوبة. حيث هي كتقول أن رجلها تلقها. وهي كان تسكن معه في الدار. يطلقها بلا متعق. ربما أن هذه السيدة تكون. انتقنت من رجلها بهذه الطريقة هذه. ربما تكون عرفاته عيد زوار. ولا تشافت عليه شيء حاجة. وغارت وقتلاته. ربما كانت بغدي حقها. وحق ولادها منه. تكشير السرقاته. هم الذين يحصلونها قتلتهم للطريقة. ولكن هذا يبقى مجرد احتمال. البوليس لم يكن لديهم شيء دليل ملموس على احتمال هذا. ما الذي يسألون محجوبة عنه. مصدر الزيت الذي يلقوه في الكزينة. قلت لهم بأن هذا الزيت رجل من البلد. سيضعه. ويضعه في شبدة كبار تحت البوطاج. الزيت كان مهروق في الكزينة كاملة في مصرح الجريمة. قلت لهم أن هذا الزيت كان يجابه الحاجة أحمد من قرزيف. يجابه الضرد. هذا ما الذي يأكله في العام كامل يجعله في البوطاج. وهذا الزيت غالبا استغل له القاتل. وكبهوا عليه لكي يشعل فيه العافية. ولكن الزيت لا يشعله بحل الليسانس. يعني غالبا القاتل سحب له أن هذا الزيت سريع الاشتعال. الزيت الرومي يشعله وكل البلدي صعيب. غالبا قاتل من قتله قلت لك البلاكار. وقال عن حركة لكي نخفيه جميع الأدلة التي قدروا يكونوا عليها. وكبه عليه الزيت كما يحل الليسانس. وغالبا وصلوا إلى الباب وشعل البريكة ولكن لم يشعله لكي سلت ومشاف حالاته. البوليس بدأوا يقلبوه. يشوفوا الطريقة المناسبة لكي يحصلوا المجرم. خاصة ما يلقى وشكونوا ملفعلة في أسرع وقت. ما هي أول شيء يديروها؟ داروا بحثة على النمرات اللي حاجة حماد. نحن شفوا شركة الاتصال اللي يتبع لها نمرته. واخدوا ذلك السجل دين المكالمات الصادرة والوالدة. يكون هضر معها وهو مع من هضر. من اللي بحثوك يلقوا بزاف دين النوامر اللي يتصلوا بالحاجة. ولكن نوامر كامل كانوا بالأسماء دياله. من اللي قلبوا ذلك الأسماء لقوهم غير صحابه. هو شيء واحدين من عائده وولاده. ولكن واحد النمرة من بين هذا النماري كانت غريبة. لم يسجلوا عند الحاجة في الربر طواردينه. لم يقيدوا اسميه. هذه النمرة من بعد ما قلبوا فيها. أمشوا وجابوا واحدة التسجيلات الصوتية. يعني اللي دارت ما هد من النمرة هذه. ما بين النمرة والحاجة. غير يلقوا أن هذا السيد كي يقول في ذلك الاتصال أنه بغي يشري من الحاجة. بغي يشري منه شي حاجة من ذلك الشيء إما أرض إما شدويرة. جابوا محجوب طريقة دياله وبدوا كيسولوها. سولوا على هذه النمرة ديالما. محجوبة غي شفت النمرة. عرفت هذه النمرة. قلت لهم هذه ديالسعد. وهذه النمرة هذه. هي اللي خلاته يطاح في الفخ. السيد كان يسحاب له دار جريمة كاملة. كان يقول أنه مخلم مرتج يدالي. ولكن محجوبة فضحاته. من اللي تعرفت على النمرة ديالسعد اللي كانت عندها مع علاقة. عرفت أنه هو متورط في جريمة قتل راجلها. غالبا هو اللي دار هذه الكاريتها دي. محجوبة غالبا هو البوليس أن هذا المرادة ديال السيد كانت تعرف وهي معرفة شخصية. وكانت تقول بأنها شكة أنه هو اللي قتل لها راجلها. طالتهم معلومات دياله. محل التسكنة دياله ومشوا وجابه. جابه ساعد وواجهه بتسجيلات صوتية اللي دارت ما بينه. ما بين الحاج حمد. ساعد بدأ ينكر أي علاقة مع الجاربة. يقول أنا ما قتلتوش. أنا أكتبا غير يشري من النواحة للبارتما. ولكن ساعد تحاجة من هذا الشيء. ما صحيح علي. أنا ما عنده فلوزية للبارتما. من اللي زيروه البوليس مزيان؟ من اللي قالوا له أن محجوبة. رقلت بأنك انت اللي قتلت يا راجلها. أنكر باتاتل أنك يعرفها. ولأنه عنده علاقة بهذه الجاربة هذه. من اللي ضغطوا عليهم مزيان بدا كي يعترف ليهم. وقال بأن محجوبة هي اللي طلبت منه يقتل راجلها الحجم. ودكشي اللي دار كامل بتعليمات منها. يعني لاح عليها كل شيء. قال بأنها تم حجوبة متورطة معها في هذه القادية. هي من اللي استجوبوها. كتأكدوا وكتعاود أنها معمرها قتلوا أنه يخصوا يقتلوه. قتلوا ما أنا تعرفت عليه. غيها دي واحد تلشورت قريبا. ده التنوية فينا علاقة. عاوت له الماضي ديالي. عاوت له تلاقي من الراجل. عاوت له قاع لقاع المشاريع اللي عنده. وغالبا قره طمع. وذلك الشيء اللي قتله. يعني هو كتامة بأنها دخلة معه. هو ش بالصح دخلة معه. الله أعلم. قلت لهم دي مكان كي يقول لي غادي نبيه لك. غادي نوريك ش عن دير. هانا عرف كتابة شنو شنو كناوي. قلت لهم ما ما قدرش نقتل ببات ولادي. يعني قلت لهم كنت تعارفة أنه سعد. صال به الجرأة لها الدرجة هذه. ما قلت لها نهضر معه من النهار الأول. ما قلت لها نعود له على حياتي. ما قلت لها نعود له على هذا الشيء اللي عند راجل يفضاره. يعني الرزق اللي عنده. هي كتقول أنها بريئة من هذا الشيء. ما أمرها حرضاته. ما أمره قتله لا قتله ولا سرقه. سعد غادي يقول البوليس بأنها محجوبة. فراسها كل شيء من الأول حسن لها. فراسها أنه هو اللي قتل حجمت. يعني راح الشركة معها من الأول وعاد ما بلغتش عليه البوليس. أما محجوبة كتصرح بأن الغلط لدارت هو أنها ما بلغتش عليه البوليس. كتقول أن الليلة دي الليد تصل بها السعد وطلب أنه يشوفها. قال لهما أنا قلت له أنا أفصله المشغولة. راح العواشر هذه. عندي كليان بزاد. راح الفجر ومحن ساري. قال له الخدمة عندي مزيرة. قال له هارا شيء مهم. أنا سرق طراج لك. قال لهما هو ما قال ليش أنا قسلته. قال لي سرقته. هي من اللي سمعته كيف يقول سرق طراج لك. كان يسحب لها غيكة كده بعدها في الأول. يعني من اللي ما بغاش نمشي عنده. كده لها كاك باش يجي عنده. من اللي صد حطفة التليفون ديالها. من اللي وصلت الطناج ديال لي انشعلته. لقيته مصيفة لها بزاف دين المساجات. معيت لها بزاف دين المرات. ديكسة سمحت في الخدمة خلتها ذاك المساعد ديالها. ومشيت عن دونتار. من اللي مشيت عن دونتار لقيت الأم دياله معه. قال لأم ديكسة قاتل له. قاتل له هاش تيش نودها المسخط. أنا سرق طريق ديالك. وقتله. هي من اللي سولته قتل له. قال لها فعلا سرقته. وهكي شو في التليفون. وهذا تعرفي ديال من. تليفون ديال راجلها. في الأول. ما عرفته ش ديال من. ولكن من اللي فتحته. أجدت فيه النوامر ديال صاحب الحاج كامل. أجدت تصور من ذلك التصور. الذي يصور الحاج حمد. وهذا التصور عرفه ومية. حيث الحاج كان عزيز عليه. يصور الأتات. ويصور ذلك البيوت الذي يبغي به. الحاجم أصلا. لا يستطيع الكل في التليفون دياله. تليفون دياله. أهنات صدمة محجوبة. أعرف التليفون ديال الراجلها. وماذا تليفون ديال الراجلها عند هذا. إلا وفعلا رأس فهله. يكساب ذلك يتحدث لها ساعد كيف يدخل عنه البطار. كيف يدخل الجريمة دياله. كيف يدخل الجريمة دياله. كيف يدخل ضربه في الكوزينة بالموس. من بعد كبب عليه زيت العود. سيتسحب له بأنه سريع الاشتعال. حل الغاز ديال الرجل. كيف يدخل الغاز ديال الرجل. ولكن لديك الزيت ما يدخل له. وهذا الشيء رأي قبل. بعد ذلك سرقتك شيء كامل اللي عند الحاج. عاد خرج بحالته. لأنه يشوفه يحتاج إلى واحد. السيدة لم تقدر. 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 سيدة كانت تمشي. الجنازة التي كانت في الدار ديال بنتها. سيدة عارفة أن تقتل الرجل. وقتل الطالق ديالها. وغطأت عليه. حال إذا كانت متواضع. حال إذا كانت تقتل. وهذا هو الخطأ الذي تمحجوبه. لأن البوليس لا تقوش بها. لم تقدر. أولادها كانوا يبكي وحداها. يتعذبوا على فرق الباب. كانت تقول لهم أنا سكت. خايفة على أولادي. خايفة على راسي. لا ينتقب منه. ولكن لا. سيدة كانت عزيزة لها سعد. لم تقدر. تبلغ علي. حيث عارفوا يمشي. مؤبد أو الإحدى. محجوبة غامرت. ما كانت تقول؟ كانت تقول عندي التسطر على الجريمة. ما حال أحكم عليها؟ قابل ربع سنين ولا خمس سنين. أنني تسترت على المجرية. عنده ذكر ربع سنين ولا خمس سنين. أنا خرج في حالتي. ولكن. محجوبة غدا تصدر. لماذا؟ لأن الحكم. الذي تصدر. عليها هو المؤبد. حتى ساعدت المؤبد. أنا سلا تحيتها. أنا رابت. محجوبة تضمرت. كل شيء يلومها. لا من أولادها. لا من عائدها. خصوصاً أولادها. حرمتهم الأب لهم. والقاوراتهم يتحرمون تمن الأم لهم. لعدوا حياتها كاملة في الحبس. أرافت صريحات التي كنت تقول؟ محجوبة قد بأنها خرجت على رأسي. غالباً تقدروا تلقى صريحات دينها في اليوتيوب. كنت تقول كنت عايشة حياة مستقرة. أنا الذي لم أحمد الله. أنا الذي لم أستطيع أن نصبر. مهم. هذا هو طريق الحرام. طريق الحرام دينما أخرت الله. مهم. لا يكتب إلينا مكاتب الخير. لا يخرجنا نظار لايب لعب. لا يرزقنا حسن الخاتمة. وشير أخرنا حسن وأولنا. ويجعلنا خفاء في طرافة لقلوبكم. ويرزقنا الصحة والسلامة. وطول العمر. أخوتي أخواتي دوزوا بخير. تقودنا إن شاء الله في نفس المواد. أخوتي 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 أسلام عليكم. سأخبرنا اليوم. سأخبرنا المدينة أكاد. سأخبرنا الضبط. لكي نتحدث عن جريمة قتل مواطن فرنسي. مهم. لما نطول لكم. سأخبركم. سأخبركم مباشرة. سأخبركم تفاصيل جريمة اليوم. سأخبركم. 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 في تاريخ 17 يناير من عام 2011. أحد سيد تصبر بوليس. قال لهم. لأن الجار الجار الجنسية فرنسية. قال لهم. فقط ما داخل الصباح. لقيته مهلول. قال لهم. حاليا. كان هناك تنجل النار. والباب رمزان مهلول. وهذا شيء ما يمشي من عوائد الفرنسي. السيد موسوس. السيد كيخاف. دائما مطرق بابه. قال لهم. تريد أن ترى ما هو واقع تماما. تريد أن تقق عليه في الباب. ولكن خفت لأن تكون واقع بشيء مصدق مورط. ربما تكون شيء جريمة. شيء سارقة. والتي تحمل الأمسؤولية لها. وليس لا أستطيع. البوليس التي توصل به هذه المكالمة. التي فيها إخبارها. خصوصا أن القضية فيها احتمال لشيء مشكل. والمشكل واقع الواحد من الجنسية فرنسية. مباشرة تتحقب عن الماكة. كان في الصون ترفين كلها. عندما تقرأ هذا المجال. هذا اللي يعيث عنها مزم. عرفهم على نفسهم. وعطلهم ضار بالضبط في كائنه. في البوليس أول شيء يدعونها يدعون لها يدعون لها يدعون لها ولكن لديهم شيء لا يدعون هنا تخرجوا للطار لكي يعرفوا ما هو واقع اقتحموها وأول شيء يدعون بها هي الصارون للطار يدعون معينة لهم يدعون من الطابلة إلى طار البعض لديهم مشروبات الكحولية مشروبات كانت أنواع مختلفة والأتمينة لهم كتبات غالية وغالية كانت موحدة ربعات الكيسة إذا كانوا ربعات الناس في هذه الضرعة الكوزينة لم يكن هناك شيء واحد من الذي يريد أن يدعون في البيت الناس هنا يتفاجئوا في أن السيد المتد فوق الناموسية الجسد كله في الأطراء للعنف كلهم مضرب لابسوا واحد واحد ملابس باخرية فوق الوجهة كانت واحد مخدى البوليس المتدعون هو أن السيد مات وجهه كامل الزرق هنا قالوا أن الجريمة تمت عن طريق الخنق ونحن لم تدعون لأن السيد المتدعون البوليس بعدما اكتشفوا الجثة الفرنسي أول شيء سيطلب الوكيل العام سيطلب الرؤوسة سيطلب الشرطة العلمية والتقنية وكل شيء يتحق بعين المكان وبدأوا الأبحاث الشرطة العلمية سيطلب الشرطة الطبي الشرطة التقنية بدأت وكذلك تتبحث عن الأدلة الجنائية البوليس يتحقون القراءة والكيسات التي كانت في فوق الطابلة جمعوهم وقدموا بلاستيكات ورقموهم وحزوهم عنها لأنه أكيد فيهم وضعين والبصمات من الناس التي كانوا مع الضحية في الليلة التي تقتل فيها في الليلة التي وقعت فيها الجريمة البوليس على البدر كانت يتحقون بشيء بدقيق لكن لم يجدوا فيها لأنها تحتاجها لقدموا وثائق شخصية من بين هذه الوثائق لقدموا باسبورة الطاحية لقدموا الوريقات الموبيل التي كانت تمنى على مرسيدنس وما قالوا قالوا بأن هذه المرسيدنس غالبا ستقوم بغير غارج هنا ولا محطوطة تحت الشريح ضدها ولكن اليوم ما يقلبوا لي تحتاجها لقدموا بمسحة المنطقة التي كانت تكون فيها كاملة ولكن الطموربيل لم يكن شريحتها المرسيدنس في نهاية الله أعلم قالوا ربما كان هذا القتل بدافع السارقة وانطلاقا من الأشياء التي كانت في الصراحة الجريمة وخصوصا أن الكيسان كانوا أربعة قالوا ربما هذه الجريمة ارتكبت يعني دارت من أكثر من شخص واحد ومن هذه النقطة بدأوا الأبحاث دياله أول حاجة داروها هي دار واحد البحث الاجتماعي في المنطقة اللي كان كيسكن فيها هذاك الفرنسي دارو كيسولو الناس ماذا تعرفوا عليه ماذا تسمعوا عليه واسمعتوا شي حاجة الليلة اللي وقعت فيها الجريمة واشبلكم شي شخص للملامح دياله موريبة كل شي أكد بأنه ما اسمعوا ولو ما شفوا قالوا بأنه في ذلك الليلة مكانش صدعني آئين الحي هو حي راقي الناس فيه قلات الناس من العليات القول إذا كان شي حاجة سيسمعها قالوا بأنه تجرى هذا الفرنسي كان من النوع المطيواري ستاثة سقرة سكتر من القياس سدد متكبر هزنا في الاسماء وما عنده مع الناس ولكن أعطاهم واحد معلومة كانت مهمة قالوا لهم أن هذه السيدة الفرنسي يجلس في القهوة الفلانية القهوة القريبة قالوا بأنه لديه صاحبه لا يتفرق دائما يجلس يجلس قريبا كل صباح قالوا بوليس مباشرة يجلس يجب أن يسؤول هذا السيد الذي يريح مع الفرنسي يجب أن يسؤول عن المعلومات المعلومات قالوا أنهم أعطاهم المعلومات لا يتحدث معه يعرفوا علاقته والضحية وماذا تصل إلى مركز قالوا أن الضحية فعلا كان صاحب لماذا قالوا أنه صاحب لماذا فرنسي طلاق قالوا أنه صاحب قالوا أنه اللعنسي يعجب الفن دخل صاحب صاحب غير اجتماعي وطلاق يجب أن يجب قالوا أنه كل نهار قالوا ما في كل الليلة قالوا لهم في الصباح فقط وفقط عوض في مجموعاتنا في مجموعاتنا وبدأنا نعود جمعين كان هضروه و كان دلتشو قالوا بأنه في كل ليلة قالوا بأنه سهار معاش يجوز سحابه من السؤولة كونهما قالوا بأنه يجوز موظفين وقريبا في السن دياننا يعني في السن الفمسينات هذه المعلومات التي أعطيهم هذا السيد نفعتهم كثيرا قالوا بأنه لم تتعرف ما نوادي الليلية والذي كان يعمر فيهم الضحية هذا الفرنسي قالوا بصراحة ما عمرني مشيت معا أنا لا أعطي معك أنا كنت أدخل بكرة للطار ولكن ما نعرف أنه يمشي الجوجنة هذه الليلة فقط واحد كان في الخارجة واحدة كان في السنطبي يعني غالبا يمشى الوحدة فيهم البوليس والذي كان في الخارجة بدأت تأكيد وقرأوا تصوير سواء الجوجنة سواء الجوجنة الناس قالوا بأنه فعلا من الكليان لهم كليان لا يوجد وفي هذه الليلة لم يمشى هم الثانية التي كانت في السنطبي في السنطبي في وسط مدينة أكيدة هؤلاء الناس أكدوا لهم بأن هذا السيد كان عندهم فاعلة في هذه الليلة البوليس هنا عمقوا البحث لكي يعرفوا بالضبط مع ملكان كيف كانوا مع أقصاري سولوا السبايا وقرأوا النادي قالوا لهم هؤلاء الناس في الأول كانوا مع جوجة رجال جوجة رجالة كانت تقريبا في الأواخر في الأربعيناس من عمرهم في الأول الخمسيناس وفي الخطة الربعيناس ستاة وربعين خمسين وفي الخمسين يعني الناس الذين قرأوا النادي من بعد ساعة تقريبا على الحضور في النادي الليلي هو السيد الذي يكون تقريبا في العشرين أثم من عمرهم تريد بقي صغير وقرأوا الليلة جمعية وتقريبا مع التنشونس خرجوا بحالتهم البوليس سولوا على الأوصاف لذلك الناس الذين كانوا معه سولوا والسابق ليهم جوا معه كانت تتمنى من قبل البوات ولا لا ما يقولون يقولون أنهم مرة مرة كانوا يأتي معهم وهم غالبا يكونوا صحابهم ولكن واحد فيهم يعني هذا السيد الذي كان في العشرين أثم من عمرهم قالوا أنهم أول مرة كانوا يشاهدوا مع الضحية كانوا يشاهدوا مع الأوصاف لذلك الناس ما يقولونهم؟ كانوا يقولون أنه كان ليلة وكذلك يكون فيهم الدخان وقدوة وحوم وكذا ما أعرفهم ولكن الباب لذلك الليلة فيه كاميرات مراقبة من النوع الجيد يعني يكفي أن البوليس يراقبهم ويعودوا يشاهدوا تسجيلات سيعرفهم في البلاسة وفعلا بدأوا يتفرجوا في تسجيلات حتى بلعهم الضحية كانوا مع جوجناس أخرى جوجناس قدروا أنهم يتعرفوا ما لم يحذيرهم وما لم يحذيرهم يعني واضحة لأنه دقة صورة الكاميرا باستثناء هذا الشاب الشاب الذي في بداية عشرين أثناء من عمره لماذا؟ لأنه كان لابسوا واحد قبية وكان يفوق منه واحد جاكات وكان واحد كاسكات وكان القب على وجه الوجه لم يكن بين نهاية بحالة كانوا أصلا مغيخ برش وما قلتوا أنهم يتعرفوا عليه ويحددوا المنامح ولكن خلال الصور لذلك الجوج هؤلاء المضافين قدروا أنهم يتعرفوا عليهم استدعوهم لكي يأتيوا عندهم المركز وفعلا نشاهدهم هؤلاء الناس من جاءوا عندهم كانوا ناس تقال ناس رزال وما خايف المتاشي حاجة يهدوا ومتبتين يقولوا أنهم أصلا لم يكنوا استيقى الخبار بأن صاحبهم من فرنسا وره مات لا يعرفوا أنهم تقتل ولكن البوليس لا تقلقوا بالهضرات بدأوا يعملوا معهم البحث وبدأوا يقولون ماذا نقع في هذه الليلة بالضبط؟ يعودوا أن يكون هناك شيء بالتفصيل وقالوا لنا ما هو العلاقة التي تجمعكم بالضاهية امتى؟ وين تعرفتوا عليه؟ خصوصا أنه معرفوا من الجيران ومن الصديق الذي يقلسنا على فرطهوة بأن السيد مطيوائي السيد لا يوجد مع البشر لا يحمل الناس يجب أن يكون قريب بحديثه كيف أنتم تعرفتوا عنه؟ وتصحبتوا معه؟ يقولون أنهم تعرفوا عنه بأحد النادي الليلة يقبل أنها لقيتها بشي عام بأن الضحية كان من النوع الذي يبخيل شوية ولكشاش كان يتفادى الناس يحس بشي واحد مكحب يبعد منه وإما أنهم مدورين ميسوري الماديين قدروا أن يكون معهم صداقة قالوا أنهم لا يشكلوا خطر على جيبة بحكم أنهم بيئين ولو بأنهم مطامعين شوية وما بعد مرة يخلصوا عليهم ولكشان ما يسهرون مع بعضياتهم يعني الصداقة لبناتهم كانت نوعا ما سطحية قالوا لهم أنه في ذلك منها هو الذي يتصل بنا وقالنا بأنه يجلس معنا ويتلقى معنا في ذلك النادي الليلي الذي كان وصلنا لنا في الصندربيل وما قالوا له قالوا أنهم نحن نخدام بغد له الصباح الكريم يعني دخلوا الخدمة معاة تسعده لتسعده ولكنه أصدمهم وفجأهم بأن العراضة على حسابه قالوا كوافقنا أسيد ممو اللي بشي عرض علينا وقالنا بأنه يجي عنده وحد الصادق اللي له وفعلا من بعد وحد الساعة تقريبا هم مشوا عندهم معنا صادق الليلي هذا الصادق اللي قالوا معناه يجي معنا حضار جديد اللي لحق عليهم الولد مزاس فيه الولد يا الله في العشرين اسم من عمره إنسان باين عليه مقارن ممتقف متى شي حاجة باين أنهم مكحط وضعية المادية دياله بين عياله من خلال لباس دياله كيبان أنهم دوء قد يزعلي قالوا كحنا استغربنا هذا الفرنسي المتكبر ما عنده جمع الناس لي مفحلهمش يعني عنده ديك النفخة وديم هزرسو السمق وعاد زيلا لهذا الشي هذا ما عنده علاقة بالنس صغر وكيف شامع السن دياله الولد هو في العشرين اسم ما هو الحاجة التي أعجبها ما بين هذا وهذا ما هو الحاجة التي أعجبها إنسان خمسيني مع شاب اللي مازال صحر ما هو الحاجة التي أعجبها أحد متقف مع أحد مثال قبيل إذا لم يكن توافق لا تقافي ولا مادي قلت مهم دووزنا هذه الليلة ضحكناه ونشطناه مع رضيقنا قدر لك القريب وحده أعزى راسه لأن السيد ما باين له بأننا نحنا مبعاد عليهم بطلن عليه ما عنده ما ينقش معنا قلت وصل بكتناج للي هضرنا مع صاحبنا الفرنساوي وقلنا له ما يجعل بباركة خاصنا مشي وبحالنا قلت له راحنا عندنا الخدمة السباح الكي قلت له أصلا راحنا علمناك وقلنا لك هي خلينا وعفينا هذا النهر ولكن هو ما خليها كان في ذلك الوقت السابق قلنا لأنه عرض علينا في الضار لأنه في ذلك الوقت كانوا يقصروا في ذلك الأبواد وهم عشرة والسيد خلط عليهم الأبواد مع الحطار قال الفرنساوي قلت له لكي يمشوا مع الضار لأنه لديه خمور غالية ومعتقة قديمة في كل ثمنتها غالية قالوا يلا تشربوها عندي السيد قال لي أن العرض كان مغري بزاف وافقنا أننا نمشوا معه ومشى معلات ذلك الولد الصغير ذلك الصديق له الذي اسمه هو سوفيا قالوا إيوه ومشينا مع الضار ومشينا مع الضار ومشينا مع الضار وفعلا شربنا بجموعين تحكنا ونشطنا وتقريبا مع الجوش للليل خرجنا في حالتنا وخلينا مع هذا الشاب البوليس قالوا لهم ما لم أعرفتوا العلاقة لك الجمال هذا الفرنساوي مع هذا الشاب بصغير خصوصا أن بناتهم فارق للسم كبير وكبير للزاب هذا المطافي كانوا لم يكن يعرفوا أنه مهاجم يعني لا يستطيعون أن يفيدهم بأحد شيء معلومة قالوا له الأشياء الذي أعرفه ويقولون بأنه صاحب قال لهم بأنه يسهروا مع بضياتهم يضحكوا أو ينشطوا أنا أقول لي شكوا بأن هذا الفرنسي تقدروا تكون عنده ميول غير طبيعية حاليا عندهم الإسم والمؤسفات لديهم هذا الشاب ويأخذوهم لديهم الموظفين لديهم الجوش حاولوا يسمونه صورة تقريبية نشروا المخبيرين لهم وبدأوا يبحثوا على هذه الموظفين خاصة ما يعرفوا من هذا وصوصا لذلك يعرفوا أنه حتى هو من مدينة أقادل إذا ستستعنوا لأنه يكون المقدمين وأعوان السلطة هذا تقريبا مددين 15 يوم 15 يوم ويقلبوا عليه حتى قدروا أنهم يتعرفوا عن الهوية ذلك صدق مسكين وقالت عائلة مفحلهم ناس دراوش عارفوا بأن هذا الولد كان يبيع رسو بالفلوس الموليس من الموليس الذي يحطوا في الدار لأعيده وجدوا أن الولد لم يكن الولد غبر من النهار الذي وقعت فيه الجريمة هنا تأكدت شكوك ونشروا مذكرة بحثة على الصعيد الوطني في حقه قالوا الولد سوفيان أو روشاش أعياء وقلبوا لي ولكن لم يقلبوا أنهم يصلوا إلى قريبا 6 شهور لم يكن لا يوجدوا هذا المشتبه ويقلبوا أحدهم واحد 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 في منطقة الدشيرة البورج كانوا مجموعة أصدقاء لم يكن صدفة أصدقاء المصور ومسحة وكل واحد فيهم في لحة القضاء وكل واحد في دهل وقت كل من يخرج يأخذ الضراء وكل من يبقى في المدينة وكل من يبقى ما أخذها وتزوج وعاش فيها تفقوا على أساس أنهم لا يتلقوا في هذه القهوة لا تفكروا أيام يهضروا إلى الماضي وعلى الأعزاليات قوم الجمعين يهضروا من موضوع من هضراء أنهم يجمعوا في الجلائم التي وقعتها مؤخرة في المدينة قادير يجبوا جريمة بجريمة قتل هذا كيف تقتلوا واحد فيهم قال لهم بأن وراكيسكون واحد مواطن فرنسي الذي تعرض لجريمة قتل مؤخرة البوليس قدروا أنهم يعرفوا القاتل وغالبا هذا القاتل كانت عنده علاقة شدة ولكن رهول لم يجبوا هذا القاتل يجبوا وغالبا لم يجبوا وغالبا 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 في المواصفات وغالبا صاحب قدروا ماذا 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 المعلومات الشخصية وبناء عن المعلومات التي كانت مصرحة بالبوليس أعطاهم هذه المعلومات لهم أعرف هذا وغالبا 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 سأتأكد وغالبا وغالبا يتأكد فعلا وفعلا من المشاهد تفاجئ بأنه سوفيان يوم عفد معنومات أصحابه قالوا وغالبا 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 المحافة وغالبا وعندما يتفاجئ وغالبا وغالبا اتباع فعلا مركز الشرطة قال البوليس بأن لديهم معلومات مهمة وغالبا سوف وغالبا سوف تخبب في العيون وغالبا المركز الذين تعرفوا هذه المعلومات نسخهم على الشرطة القضائية التي كانت في عيون وحتى في نفس النهار انتقلوا لمدينة لكي يجدوا عنها خاصة مجيبوا لكي يبدأوا البحث معها من الذي وصلوا إلى المدينة وانا كما يجدوا يعطوا البوليسيين لكي يراقبوها لقوهم أصلا شدوا عندهم شدوا عندهم من الذي وصلوا إلى الأقادير أعطاوه لهم وانا جاءوا إلى المدينة وبدأوا يبحثوا معها سوفيا من أول دقيقة في البحث اعترف لهم الجريمة قالوا بأنه هو اللي قتل الطاحية من الذي يسؤولوا على فكاشت عارفتي نتوية وماذا نوع العلاقة التي تجملك معها قال لهم بأنه يعرفوا من مدة تشهر تقريبا قبل أن توقع الجريمة وجمعتهم علاقة شادة بأنه في ذلك النهار كان سهران معه ووجوج الناس فرين هذا هو وجوج الموظفي فكاشت عارفة بنوع العلاقة التي تجملك بالضحية الفنانسي أو لا قال لهم لا قال لهم لا قال لهم لأنهم غالبا لم يكنوا عارفة الميول الشادة لهم لأنه في ذلك الليلة كانوا ثلاثة يتضعون عن البناء وحتى كانوا يمتلع لهم ويتضعون بأن الميوله طبيعية قال لهم وهم يمشينا بجموعة الانطاق ويبقوا وصهرانين وشربوا هذا الخمر المعتق القديم مع الجوج لم يكنوا حالا وقعت بنا وقعت بناتنا علاقة قال لهم في الأخير نقشنا مع بعضياتنا بدأ يحجرني بدأ يطيح بيها بدأ ينقص مني وأصلا لم يكن يتعامل معي في الأخير أعطاني أحد مقابل مادي ضعيف قال لهم كان بخير مرة كل نيمة وقعت لهم لم يكنوا حالا وبدأت تقنسب به هنا بدأت تضرب بطريقة مستفزة قال لهم أننا تنظروا مع بعضياتنا وقعت لهم أنا وقعت في غرفة الضحية قال لهم لا تشعروا أصلا لم يكنوا مستفز بطريقة كبيرة لم يكنوا لم يكنوا لم يكنوا لم يكنوا لم يكنوا وقعت إلى وجه وقعت مزيار وقعت فيها وقعت بطريقة من بعد أكد أنه مات لذلك لحظة كانت حاول أن يخرج منك بطريقة وقعت أن الجريمة وقعت داخل وقعت وقعت المنطقات الدشيرة في جهة وقعت وقعت الطريق وقعت وقعت المركوب إلى مدينة العيون البوليس التي وقعت المنطقة التي وصفها وقعت الطموبي وقعت الطموبي وقعت وقعت البوليس التي تطلب الضحية الفرنسي وقعت المنطقة لتحفل الأطال لأن أي حاجة طاحت وغالية لذلك أفضل هذا فهم لا كلها أين مجرد ما أطالت مجرد من مدينة مدينة مجرد محكمة الاستئناف تبعته بتهمة القتل العمد مع الإسرار وتحكم عليه بالثلاثين عمد الحبس أنا كده يتسائل أول مرة أسمع قتل مع الإسرار لماذا لم يكن القتل مع صدق الإسرار والترصد لأن الجريمة جاءت بمحد الصدفة يعني هو لم يكن يترصد نالي يبقى حاضي هو دازم هنا هذا هو الترصد حاضيه بشكل مهم تحكم عليك ثلاثين عام ديال الحبس ماذا سيستفدر من هذه القضايا؟ القضايا المقززة جدا لأنك أحملها هي القضايا للشدود لخارج الطبيعة البشرية من أخطر قضايا التي صعبة على المجتمع وذلك يبدأ من الصغر يعني العوجية تتواجنا الصغر لأن ولداتهم يتنبه بثار ولداتهم يشوفهم معاملك يعمروا معاملك يتلاقروا أن تم للتبلاغ أوقعها الدبلية هذه حياته كاملة والمجتمع لا يرحمك وخط غلط مرة واحدة حياتك كاملة قد تخلص والله لا يحل منهم تزوجهم أقول لك تشفهم الله من هذا العجر هذا أقول لك حياتهم سوية تزوجهم لديهم زوجاتهم عايشنا عادي ولكن ديما يوقع لهم نهار شيء مصيبة يتحكم عشي واحد في السنقة يجبطل لك الشيء الذي كان عنده في صور يجبطل لهم مشكلة وقعت له فاش كان عنده عشر سنين ولحدة شعر يعني بنادمي حظي مزيعة أي خطأ تخلصوا حياتك كاملة ونت تخلص فيها نعمر مجتمعي نحيهانك نعمر يسمحك فيها تخلصوا ولداتك تخلصوا علاقتك الزوجية تقدر طريق مهم لأن يرد البال مزيان رأسه والوليداته من أخطر الأمور التي يبقى المجتمع يحكي عليك بها ويحكي الملحة على الجرح ويحكي المشاقع نطاعها مهم ؟ الله يكتب علينا مكاتب الخير لأن هذا الشهاد الذي نرى خصوصا مؤخرا رأيها أولاد أمور التي يدخلها مهم ؟ الله يجينا ويجيو لداتنا من هذه المصائل هذه أخوتي 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 أدوزوا بخير ونطلقوا أن شاء الله في نفس الموحدة طبعا أخوتي 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 أدوزي العزاز السلام عليكم أتمنى تكونوا بخير ورزقكم ربي الفضل والبتسير والرزاق الكثير مرحبا بكم معنا في قصة جديدة ندخل مباشرة في سلطة تفاصيل الشهري مدليا قصة ذلك قد دينا المسر وكان تعرفوا القصة المسر شحال وعري قد دينا القصة المدينة القاهرة العاصمة عنده واحد الولد اسمه أسامة في العمر دياله تشد عشينها دري لم تخلق بالشهادة العائلة والأقارب دياله الولدين دياله مربينه أحسن طربية درجة أن الناس اللي كعرفوا كانوا ديرينه كقدوة الأبناء ديالهم في التربية والأخلاق ما كان شي أب ولا أم شافوه متمنى وش ولدهم أو بنتهم يكونوا بحاله لم ناحية ديال التربية ولا حتى من ناحية ديال الاجتهاد دياله في القراحة أسامة كان من المتفوقين في الدراسة دياله وهذا الاجتهاد ممكن أنه يتخرج من كلية الطيب وتخرج بالتفوق في تخصص جراحة تخرج بنيزات حسن جدا المهم هذا الولد كان عايش غير مع الأم دياله عنده واحد أخوه كبر منه ولكن هذا الأخ لم يكن يعيش معه إنما كان خطام وعيش في السعودية أسامة من اللي كمال الدراسة دياله توضف واحد السبيطر خدم في واحد المستشفى اللي الاسم دياله معاهد ناصر كما كتعرفوا الواحد من اللي كيدخل السوق الشغل كيبدأ التعرف وكيدر المعارف وكيدر الصحاب يعني كيدر معارف اللي كيكونوا من نفس المجال اللي هو كيشتغل فيه كيدر صحابه اللي خدامين معه في نفس الخدمة أسامة من اللي دوز واحد المدة في خدمة دياله تعرف على واحد طبيب اسمه تحمد هذا أحمد هذا وخاكا كبر من أسامة في السن يعني فايته بواحد ثلاث سنين إلا وأن هذا الجوج هدو القوراس هم تجمحهم بالزاب ديال منه قاتل مشتركة يعني القوراس هم عندهم نفس الأفكار عندهم نفس الميولات نفس التوجهات والأهم من هذا الشي وما أنهم أولاد البلاد يعني كانوا كيعيشوا يعني كينحادروا من بلاد واحدة من بلاسة واحدة عاد من غير هذا الشي عندهم نفس الأهداف يعني الناس اللي طاموا وحين بزاف العلاقة دياله ما تقول لي علاقة قوية ومتينة ولو صحاب ديال بالصح خصوصا كما قلت بأنهم من بلاسة واحدة من محافظة واحدة اللي هي محافظة الشرقية كيبا كنقولوا احنا ألقوا راسهم بحال أولاد منطقة واحدة وبقى تعراقتهم هكا غادة وكتطور حتى الواحد النهار في وسط نهضراء والكلام والحتيت بيناتهم أحمد قال الأوسامة أشنو بيليك؟ نفتحوش عيادة خاصة عيادة اللي يكون عندها نفس التخصص ديالك وديالي ونخدموه فيها كشركة بجانب المستشفى اللي يخدم فيها انتدابة عشن نخدموه بجموعين شركة في هذا المجال الخاص أسامة عجباته الفكرة وتحمس لها بزعف هل تحمد دياجة عنده عيادة خرين يعني عنده جريبة تسير كثير منه وعنده جريبة في الإدارة ديال المشاريع وهذا الشيء غادي يعاونه بزعف حتى هو باش يكتسب خبرة جديدة ويتعلم حوي الجدد نقدروا نقولوا أنه بحل طمأن من أن المشروع غادي ينجح 100% يعني الأخر دياجة فت عيادة خرين وناجح فيهم وسمى وفق على هذا الاقتراح وقال لها صاحبه يا الله سيدي الزيد بسم الله وانتو كله على بركة الله تفقوا هذا الجوج على كل شيء يعني تفقوا على ما يتحضي الرسم ما سيحتاجه في الوراق وبقوا يقلبوا على المحل الذي سيقوم بها في هذه العيادة يعني كيف يرسل الموقع دياله وفعلا ألقى واحد شقة في واحد منطقة اسمتها الساحل اخذوا هذا المحل وصلحوه وجهزوه بقاء المسائل والمعدات الطيبية التي يحتاجوا وبدأوا الخدمة تجربة ديال أحمد في العيادة اللي عنده وبالجتهاد ديال أسما العيادة دارت براستها في منطقة الساحل والذي كانت دخل تعيي الفلوس والذي العيادة معروفة يعني ذاك الشي اللي خطوله هو اللي كان العائلة ديال أسما كانت عائلة بس اليوم عائلة ميشورة ماديا كان ما نقصر تشخي الأم ديال أسما اللي توفى الزوج ديالها خلاليها الخير والبارك خلالها باش تعيش أولادها وأولاد أولادها لكن أسما وخوه وخاء الوضعية ديالهم المادية ميشورة ومسيانة ما كان نقصهم حتى خير إلا وأنهم النوع اللي بنفسهم يعني كي بغوا يكونوا رأسهم براسهم أسما من اللي تخرج من اللي بدك يخدم أبغى يكون طروة دياله بعركتافه بصح أخدم في هذا السبيطر ودار عيادة مع أحمد ولكن وخاها كاك باقي ما وصلش لهدف دياله الحلم ديال أسما كان كتار من هذا الشي يعني كتار من أنه يكون مجرد موظف في مستشفى وشريك في عيادة خاصة الحلم دياله هو يكون عنده مركز كبير في تخصص جراحة العيضاء ويكون هذا المركز هذا من أشهر المراكز في مصر لما كان هو اللو والقاء إذن هذا الأسما كان طموح بزاف بغى يوصل ومثال حتى بالنسبة لأخ دياله حتى هو كان خدام الليل والنهار لكي يكونوا حطر وكبيرا يعني أي شيء كان يجمع هذه الفلوس كيصيفتها الأسما في مصر أسما يأخذ ذلك الأمان اللي تسلخوه ويمشي إحطى في البنكة دياله المهم الأم ديال أسما هنا واللي الحمد لله كل واحد في ولداتها مقابل أموره أموره غادة ميسرة يعني شغالاته غادة عزيدة الفوق الفوق أبغاد تزيد التفرغ هي لعبادة الله سبحانه وتعالى قالت أرى نمشي الحش سي دفعي دائرة العمرة ولكن الحش باقي بالنسبة للأم هنا ما عندها حتى مشكل مادة باش تمشي الحش المشكل اللي كان عندها هو ديك الموافقة بحال عندنا هنا يعني تاكي يقدموه كتدار القرعة وعاد قد خرجتك القرعة ممكن تمشي الحش اللي كانت مزروبة كانت بغادة حج داكلة ما دارت؟ من اللي هادرت مع أولادها قالوا لها بل أنسى بحال هو أن ولدها اللي يعيش في السعودية يدير لها الفيزا زي ما باش تمشي عنده تزوره في السعودية تقلس معه شوية على ما يوصل المواعد للحش تساعد المناسك ديالها ومن اللي تسالي على الترجع بحالها وفعلا ذلك الشي اللي كان نادوا ولدتها قدوا لها الوريقات ديالها شدوا الطيارة لعند ولدها في السعودية الأم هنا بالنسبة لها هذا الشهر هو الوحيد اللي غادة تباعد فيه على أسامة ولدها اللي كان في مساء بالنسبة لها هذا الشهر هذا كان بحال العام هنا علاقت أسامة بالأم دياله كانت علاقة خاصة المرأة كانت تحمق على ولدها هو كذلك كانت يموت عليها فهي من اللي سافرت لعند ولدها أخوه اللي في السعودية أبقات دائما افتصال مستمر مع ولدها أسامة تعتبر هو الصغير وهو اللي اللي يكون قريب من القلب ديالها كانت تسوله ديالما أه أسامة كده زنهارك مش تلخدمتك كليتي شي حاجة من عزتي ولا باقي تلقيتي بصحابك وحتى هو لا يمكن أن يدوز النهار بلا ما يتصل بالأم دياله بلا ما يتشاور معها يقول لها شنودر ها في المشيت ها في المشيت كيف يريد أن يسول فيها ويشد معها الهضرة والنهب في النهار جوجي يونيو من عام 2023 كيف العادة يعني على الصف اللي فات الأم هناك تتصل بأسامة كتسول فيه في وصل الهضرة والكلام أسامة هنا سيعلمه بالليل يوم من اللي سيسالي الخدمة سيطلقها مع صاحبه هل هاش؟ حيث معروضين في الليل اللي واحد العرس هذا العرس سيكون في واحد المنطقة اسمتها التجمع الخامس سولته قلت لها شون هات صاحبك؟ قال ليها صاحبي فلال فلاني واحد دري اللي كان مكيحيتش من عندهم مضطر مهمنا من بعد وغادي نقول لكم على اسم ميناه فلال فلاني علاش ما صرحناش بالاسم ديالو دابا ايو اصافي أسامة من اللي سألها هضرته مع ماما مع الأم ديالو قبل ما قطعها هي التليفون وصعته باش من اللي سلي العرس مباشرة قلت له غي سلي العرس غي دخل الضار يعيط لها علاش باش ما تبقاش مشوشة قال ليها واخ وعليه صافي بسلامة بسلامة ايو وصلت العشرة دياللي واسامة ما بقي ما عيتش اللحظاش ما زال اطناش كذلك الوحدة الجوش ثلاثة الام هنم اللي كانت تعيط الولدها من اللي كانت تصل به كانت تليفون ديالو طافي نغد له يعني تاني يوم كذلك تصلت به تليفون طافي تصلت بصاحبه اللي كان دير معه باش يمشوا العرس حتى هو كيقول ما شافوش تصلت بصبيطة اللي خدم فيه تصلت بالعيادة احتى واحد ما اعطاها الخبار ديالو اسامة فين يقدر يكون دابا حتى مشريكو اللي اسميته الدكتور احمد احتى هو من البارح ما بقى شافه المهم من بعد واحد الربعية الام هنا غادي تصل بخوها هي اللي في ماسر يعني خال اسامة تصلت به وطلبت منه باش يمشي لمركز الشرطة ويدير بلاغ تأيوب على ولدها فعلا الخال امشال عند البوليس اعطاهم قاع المعلومات اللي غادي يحتاجه اعطاهم رقم التليفون ديال اسامة اعطاهم تصويرته اسمية تصحابه البلايس اللي كيتردد عليهم واحتى الظروف لالاختفاء دياله لكن وخاهاك البوليس هنا مادروا ما احتى شي حاشا هتصبروا ان اسامة شخص بالغ ويقدر يكون غابر وطافي تليفونه من ديته راسه بايراته يعني يكون صافي مسترسي وبغي يمشي لجبال وبغي يمشي بلاسه وطافي التليفون وما يهضر التمع شي واحد يعني يقدر يكون مسافر وما بغي يحتاجه شي واحد لكن من اللي خاله بقى يتخصم معهم ويخصم عليهم في مركز الشرطة زي ما بسبب الاهمال ديالهم قالوا له انت بغي تدير بلاغ تغيب فمن الاحسن تمشي للمحل ديال الاقامة دياله واللي هي محافظة الشرقية حتمة في انتزال ازهامه واصلا المركز الذي يمشي له خاله هنا ما كان تمشي لنفس المحافظة الخال خرج من مركز الشرطة وعلى مخطوب هذا الشي اللي قالوا له البوليس الام هنا اللي قاعدت دايجارة بدأت توجد راسها يعني جمعت حويجاتها باش تهبط المعثر نبحلق قلبها كلها على ولدها وفعلا اللي قاعدت له الام غنزلت في المطار نيشان باش تقصدت مركز الشرطة دارت بلاغ تغيب وشرحت لهم بالابن دياله راه طبيب جراح عنده المرضى دياله وعنده الناس دياله لا في صبيطر ولا في حتى في العيادة عنده عمليات كيديرهم عنده شريكو يعني ما يمكنش يسمح في موعد العمليات دياله اللي كيدير للمرضى ما يمكنش يغبار بخاطره وغير من ديته الراسه وحتى يجب ان راه مصافر لا يمكنش يهمل الخدمة دياله لا يمكنش تفيل تليفونه وحتى من الناس اللي متبع معهم العلاج دياله وحتى من صحابه الأطيباء اللي اختم معهم يتصلوا به مرة مرة في تليفون دياله في حالة انها لو قعت شي حاجة خطيرة لقد ضار الله لشي واحد من المرضى يعني وخي يصافر يبقى تليفونه مفتوح يعني لو احتاجوا في شي حاجة يقضيها وخي يقضيها يعني هذه الغبرة اكيد غدا تكون من الموراها شي حاجة خائبة لقد ضار الله الشرطة هنا من بعد ما استمعت الامر لقيت باللي قاعد لها ضارة ديالها راها منطقية يعني ماشي شي واحد عطرش قلوة يضربها بغبرة فعلا البوليس ديك الساعة نعضو بدو يتحركوا بدو يديروا التحريات ديالهم بدو يقلبوا على اسامة فين غادي يكون ومخلوا فين قلبوا مخلوا ما سولوا قاعد لسولوه كي يقول لهم هذه خمسية مجوتوا المهم الحاجة اللي يتأكلوا منها البوليس هنا هي أن السيد راه مازال كاين في ميصر مخلش الخارج يعني تأكلوا من السجلات ديال المطارات يعني السيد ممصافر ما وعلم المهم من بعد واحد اليومين البوليس غدا يعاود ياخد الأقوال للأم هي ياخد أقوالها كدعم في تحقيق الاختفاء ديالولده الأم هنا غدا يتعاود لهم شنو كاين هو بالتفصيل المميل هذا النهار قبل ما يغبر راه كان يدير مع صاحبه كان يدير معه كي يأتي عنده السبيطار و يخرجوا في القوية و يمشيوا لشي عرس كانوا يديرهم يعني هيتفهموا ماذا يديرون في العرس ماذا يربسونه يعني ماذا يديرون كاكادو للعريس العروسة يعني حيث لم يكن يوجدون العرس اللي كان في الليل من السؤال من السؤال كانت لهم الفلاني و خسيدي سير يجيبوا لنا هذا صاحبه فعلا جابوه و السيد جاي عادي سيد طبيب على رأساته صرح للشرطة باللي اخر نهار شفه أسامة هو نفس النهار اللي كانوا غدن فيه للعرس قالوا فعلا ذاك النهار مشيت عن الرس بيطار اهضرنا على التفاصيل للعراضة ولكن رممشينا للعرس لوله حيث أسامة أصلا ماجاش هذا صاحبه قالوا قالوا في الوقت اللي كنت مع أسامة في الصبيطار فين كان خدته جاءت واحد لمكالمة التليفون من عند من هذا الاتصال الله أعلم أسامة من اللي سأل له الضراف التليفون اعتذر مني و قالوا لدي شغال ضروري و مهم و خاصني يمشي له تابع لدي حالة مستعجلة قالوا صافي السيد خرج من الصبيطار و من ثم ما أردته قالوا من اللي وصل الوقت اللي غاد يمشي في الارث قلت ربما يكون سالة ولتنا دماء الحال باش يمشي معي كانت تصل به ما يجاوبني الغد اللي عاود كانت تصل به قالوا مشيت الصبيطار مقلب عليه ما لقيتوش مشيت حتى العيادة وسولت عليه صاحبه الدكتور أحمد حتى هو ما شافوش المهم البوليس هنا ابقى شي تلتية و هو كيحقق مع هاد صاحب أسامة حيث الصراحة هاد خينة كان هو الشخص الواحد اللي كانوا شكن فيه هذه الساعة كانوا شكن اللي تقدر تكون عنده علاقة بالاختفاء دي الأسامة المهم البوليس هنا ابقى شي تلتية و هو كيحقق مع هاد صاحب أسامة حيث صراحة كان هو الشخص الواحد اللي كانوا شكن فيه في الاكساعة هو المتهم اللول في هاد اختفاء دي الأسامة كانوا شكن باللي تقدر تكون عنده علاقة بالاختفاء دي أسامة المهم قوشي تلتية يام و ما كيحققوا معه و في تلك تلتية يام مارسوا عليه جميع أنواع الضغوطات غير بشي يعترف بالحقيق لكن من اللي ما تصلوا معه لحتى شي نتيجة من اللي يشافوا بأنه عنده حجة الغياب وأكدوا لي بلايس فين كان في الوقت الدين مختفاء دي السيد لقواه محي بحاله صراحة ما نلقوا عليه هاد الشخص هذا بفعل ذاك الشي اللي داز عليه وذاك الضغوطات اللي مارسوا عليه فهذه التلتية ما بقى بغي حتى شي واحد يتصل به ولا يذكر اسميته في التحقيقات ولا يعرفه الصحافة والإعلام يعني طلب منهم بس اسميته ما توقعش تتذكرني هائيا وذاك الشي لاش الاسم ديره بقى نجول الله أعلم ثاني شخص سيستدعي البوليس باش يأخذ الأقوال دياله هو الدكتور أحمد اللي خدم مع اسماء في ديك العيادة شريكه البوليس هنم اللي استدعاه الدكتور أحمد اللي عندهم مركز شرطة اللي يمشوا يقلبوا عليه ما لقاوهش يمشوا عندهم العيادة دياله حتى هي ما كانش فيها العيادات الخراين دياله حيث هو كانوا عندهم مزاف ديال العيادات اللي يشارك فيهم واهلوا سؤالوا الناس اللي يعمل معه هكي يقولوا ما هذا ما بقيناش فيها كيف تصلوا بهم بالتليفون التليفون دياله طافي قلبوا اللي يسفلوا قيتها بدأوا يشكوا في الدكتور أحمد شنو داروه طلبوا من شركات الاتصال باشي أعطوهم تقرير على اللوكاليزاتي يعني التموقع الجغرافي لالاخر بلاسة كان فيها الدكتور أحمد خاصة ما يعرفوا فين كان ووش كان حدا أساماء ولا معاه وفعلا من بعد 24 ساعة يجيهم تقرير يقول باللي آخر إشارة جاءت من التليفون تبجوج ديال أحمد وديال أسامة كانت في النهار اللي يغبر فيه أسامة بالنسبة للبلاثة اللي كانوا فيها التليفون تبجوج والحسب أبراج الاتصالات يعني ذلك الرئيزويات اللي يكونوا هي منطقة سكنية بالنسبة للعنوان ديال هاد البلاسة ممكنش ليهم يعرفوا العنوان بالضبط يعني الدار بالضبط لأن倫ق الريزويويات اللي أنشد بتليفون كما تعرفوا بالفعلات هذه التقارير لا يعرفك يدقوا في ديور هذه المنطقة يدقوا فيها ويسولوهم على أسامة واحد بواحد وضربوه وتماره فعلا البوليس دقوا على كل دار كي يتم ولكن تواحد فيهم ولم يقدر يعرف أسامة تواحد فيهم ما قال لهم وشفوا هنا ولا ما شفوش يدقوا تصويراتهم ستكون معمرنا ما البوهم البوليس من خلال هذا البحث سيقوح دار الذي بدأوا يدقوا فيها حتى محلهم البحث ليس سويلوا الكونسيرج العمارة يعني اللي فيها الدار هاد زي ما شكون ساكن فيها الدار لعينه ما ندقوا فيها وما كي يحل حد قال لي هم ساكن فيها واحد فرملي واحد ممرض هذا ممرض اسميته أحمد ورهو اللي يكرهها من عنده الشهر اللي فات هنا صبيطر خدام في هذا أحمد هذا ممرض خدام في العيادة الفلال الفلانية هنا صبيطر خدام في هذا أحمد هذا الفرملي خدام في العيادة الفلال الفلانية البوليس هنا يجب أن هذه العيادة راهية لدكتور أحمد وأسامة سوف تصدفك كده سويل الكونسيرج العمارة ثاني من امتى لا يبقى لك هذا السيد ألقى واحده هو ما حال هذا يعود مابان البوليس يجب قدامه ثلاثة من الناس لغابره قالوا واخا ستي نضعوا ثاني ودروا عملية بحث بحث وتمشيط في هذه المنطقة كاملة أعياء وما يقلبوا لكن ما توصلوا لها نتيجة داروا التحريات ديالهم على الممرض اللي اسميته أحمد لذلك الفرملي داروا التحريات ديالهم على الدكتور أحمد ألقوا الضوصية ديالهم من قين كي يشعلوا هذا الناس لديهم مشكلة مع البوليس المحقق هنا من اللي لا تصلوا لها نتيجة ما نفعله؟ هل يجب أن تفتيش دقيق العيادة اللي خدام فيها أسامة وأحمد يعني هذه اللي شاركنا هذه الشوقة هل تشاهدون كالنهار 11 يونيوم من عام 2023 المهم من البوليس هنا وهم يقلبوا العيادة ماذا سيقلبوا؟ ألقوا في العيادة واحد الفاس هل تشاهدون هاي اللي قواه يقلبوا بالاعدة والمطاريال والتي قواهتين عاود وحد بوقع صغيرة ديال الدم لكن ذلك البوقع كانت باعتها شوية بحالة شي واحد يحاول ينطقها ولكن مرتش لبال أنها باقت ما باتتك المهم هزو هذه المطاريال خدوا عينة من ذلك البقاع ديال الدم ومن بعد من اللي وصلوا الواحد بيروهما ما زال كيف تشوه تماما هذه البيروهما مبغى يتحليهم مرة سؤلوا الدكتور اللي خدمت اما واللي هو ثالث واحد خدم معهم في العيادة سؤلوا على ذلك البيرو لماذا يتحل قال ليهم الله أعلم أنا بعدها ما عمرت خلت اما البوليس ديال الساعة فرعوا الباب ذلك البيرو فرعوا ودخلوا له الداخل البوليس هم اللي يدخلوا ذلك البيرو قلقوا بأن ذلك البلاسة بحلها بحلها شحال هذه ما خدمت بحلها شي بيرو مهمة فيه الوراق وفيه كتوبة ولكن فوقهم الغبرة يعني شحال هذه ما تستعمل ما هو فيه لك البيرو؟ فيه واحد طابلة واحد كورسي واحد بلاكارته هو مغبر البوليس مع الدخلة أبدك يشم واحد الريحة في شيشكل بحلها الريحة ديال السيمة مخلطة بحلها شي ريحة خائبة بحلها بحلها كان شريحة جيفة في ذلك البيرو الذي يزادوا قلبه ويكتشفوا بالتحت من ذلك البلاكار كان هناك واحد زليج الذي يبقى بقي جديد يعني بحلها جليج في شكل وذلك زواقها لديك جليج بدل على جليج الآخر القديم يعني يبقى بأن هذه البلاسة عد جليجة مؤخرة سهول الناس الذين يعملون كما يقولوا يلا جليجتوا هذه البلاسة يلا هدرتوا شي إصلاحات في العيادة قالوا لهم لا كما يستدعون لهم يعني ذلك الشقة ذلك لأسامة ودكتور أحمد وديرهم فيها ذلك العيادة يقولوا إذا لم أستطيع إصلاحات في هذه البلاسة أو لا؟ يقولوا إذا لم أستطيع إصلاحات في العيادة مؤخرا يقول لهم لا البوليس هنا سوف أبحل القضية توضحت لهم ذلك الساعة استدعاءوا فرقة الأدلة الجنائية لكي يحفروا الزليج خطأوا الإدم النيابة العامة لكي يرى ما يتم وفعلاً من اللي بدأوا يحفروا غادي يلقوا بأنه بعمق أقل من مترو يعني شي سبعين سنتي ألقوا حد جوتة هاد جوتة هدي كانت في بداية التحلل ديالها من المعينة الأولية بين الجوتة عندها واحد ضربة خفيفة في الرأس ديالها لما الأرجح أنها ما غاداش تكون هي السبب في الوافات لأنها ضربة غير صغيرة وذلك الشعلاش ما غدا تبليهم المسائل هنا حتى يديروا التشريح الجوتة في انتظار تقرية ديال الطبيب الشرعي هايبقاوا البوليس كيديروا التحريات والإجراءات ديالها شنو داروا البوليس مشوا يديروا مراجع الكاميرات المراقبة ديال العيادة خاصهم يشوفوا كاميرات ديال العيادة ويشوفوا تديال العمارة كاملة اللي فيها هاد العيادة هاتي هكدا باش يشوفوا اشكون جبهة جوتة هذي اللي احنا يشوفوا حتى العلاقة ديال هاد الممرض بهاد القادية وفعلا من خلال كاميرات المراقبة هايبقا البوليس بأنه في النهار التاني من بعد الاختفاء ديال أسامة هايبقا يخرجوا من طار ديال الممرض أحمد أربع عادية للناس هايبقا هم هاد الفرملي هاد الاسمه تحمد الدكتور أسامة الدكتور أحمد يعني الطبيب صاحبه شريكو ومعهم واحد سيد أخرى هال ثلاثة بانوا في الكاميرا انهم خارجين من طار ديال الممرض أحمد وداخل العيادة كيتمشيوا على رجليهم واحد فيهم كان كيتمشي على الكرسي شكون هو 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 أسامة كان في واحد الكرسي متحرك وبحلر ناس المهم هاد الناس ابقوا في العيادة لمدة ساعتين من بعد عاد خرجوا خرجوا كامل بثلاثة إلا وسامة اللي كان غادي في الكرسي دافعينه في الكرسي هو اللي مخرش معها البوليس في هذه اللحظة بالزربة خرجوا مذكرة بحث لها جوج هاده شكونوا ما؟ الممرض الذي اسمه تحمد والدكتور الذي اسمه تحمد بدأوا يديروا التحريات ديالهم تحمد البنت اللي بنت معهم في الكاميرا ما زال ما عارفينها شكونة هي ولكن بدأوا يقلبوا عليها تجبدوا صورة ديالها بدأوا يقلبوا على شكونة هذه أو فعلا من بعد التحريات من بعد البحث لذلك يعرفوا بأن هذه البنت محامية اسمتها إيمان في العمر ديالها 28 اه عارفوها في الساكن نعم شوك يقلبوا عليها في المقر الساكن ديالها ولكن من اللي قلبوا عليها حتى هي ملقواش حتى هي وصلتهم مخبارها بالمشحال هذه هي غابرة يعني كان منهم نغبروا في نفس التوقيت نعضوا البوليس هنا كي يجريوا ويجريوا على هذه ثلاثة كي يقلبوا عليهم فينا هما بقوا تقريبا 24 ساعة متواصلة هما كي يقلبوا عليهم في نكاين عندما يراجعوا الكاميرات فينا يكونوا يمشوا هاد الناس حتى تمكنوا من أنهم يلقيوا القبض على الممرض أحمد في كان كان في الصعيد كان مخبي في واحد المحافظة اسمتها سوهاج معروفة إيمان كانت مخبية عن دارهم في محافظة القليوبي أما الدكتور أحمد اللي كان مخبي عند واحد صاحبه في محافظة المينيا المهم اعتقلهم البوليس بتلا تابيهم اعتقلهم وبدأوا معهم البحث والتحقيقات لكن قبل ما يبدأ التحقيق في هذه القضية ديك الساعة كي نخرج لهم التقريب طبيب الشرحي كي يقول كي يؤكد أن الجثة اللي يلقوا هي الجثة لدكتور أسامة سبب الوفاد هنا لم يكن لديك الدربة كما توقعنا كان جرعة زائدة من البنش يعني اضافة الجوال كانت المعدة ديكتور أحمد لا ماكلة لا شرع خلال التحقيق مع ايمان هذه المحامية ستبدأوا بها الأول قلت لهم كانت عندها واحد علاقة حب قديمة مع الدكتور أحمد شريك أسامة ليمت لتقتل قلت بأن هذه الزوجة تبيع عرفي باش هكي تجمعه في الحلال على أساس أن هذه الزواج العرفي راح حلال قرروا أنهم لا يعلموا على زواجهم حتى يكون الدكتور أحمد مستعد ماديا يعني يجب أن يكون شارد داره الذي سيكون فيها قاعد هم قتتها ولكن ايمان من بعد بالفترة أكتشف بالذي الدكتور أحمد أراه أصلا مزوج مزوج وعنده بنية ايمان بعد مواجهته بهذا الكتب الذي يكتب عليها أبقى كبرر لها بالذي زواجه من مرته كان زواج تقليدي ووالدي وعندما يبغي ما يبغي وهو يبغي المحامية ومعامور يفرط فيها كما أن والديهم والذي يبغي لها ويبقى كي واعد هذه المحامية بأنهم يتحسنوا الأوضاع المادية سيعلن الزواج سيطلق المرأة الأولى وسيقوم بإستقرروا في شدار الذي تليق بالمقام كمحامية مجوعة المهم هو يجرزر فيها بقى هكا 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 تلوا حيات الشوية بدك يدخلها بواحد الفكر آخرها وهال الشي طبيعة الحال على حساب الأقوال والتصريحات ديالها قالت البوليس باللي أحمد كان يقول ليها هانتي شوفي إذا أريد أن نزعجه ونزوجه ونختصر علينا هذا الوقت كامل مقاعد للموه في الفلوس ونصنعه إذا أريد أن نزعجه على الزواج ونعيشه حياتنا وما ينقصنا حتى خير يجب أنك تعاونيني يجب أن يكون لدي خطة في رأسي ويجب أن نفعلها أنا ويجب أن ترى الدكتور أسامة رشحاب مرة يقول لي يقول لي عائلة وعائلة كبيرة ولباسة لها وعندهم الفلوس التي تحرك لا يتم الوضع المادي ديالهم ميسور وميسور بالسعب وحتى أنه يقول لي مؤخرا سيطلح لا فلوس لكي يضعهم له في البنكة لكي يديروا مشروع حووية ومركز تنبي كيف يبدأ؟ نحن نخطفه ونطلبه فيه الفيديا من عنطارهم نحاول أن نطلبه شيء مبلغ كبير الذي نقدره نشريه فيه فيلا ونضعه فيه مركز كبير ونزوجه فيه وهكذا ما يبقى سابعنا لا كرة لا حتى شيء وكل شيء سيكون ديالنا ديكساة ونضر العسل ديالنا ونطلق المرة الأولى ونعطيها اللي بغاية السيد بقى كي يطمحها بأنهم يعيشون مع بعض اياتهم حياة السعادة والرفاهية السيدة هنا طمعت ووافقت في البلاسة أنها تعاونوا في الخطة دياله الخطة شنو كانت؟ الدكتور أحمد سيتفهم مع الممرض اللي اسميته أحمد حتى هو يعني اللي اخدمه في الهيادة سيتطمعه الفلوس ويطلب منه باش يمشي كريش دويرة دويرة بسمية هذا الفلوس الممرض بسمية الممرض مليش ددار سيقلب على شيء كارتة التليفون محروقة يعني ما عندها ما بسمية شيء واحد يعني تكون بجهولة الهوية يعطي الكارتة الإيمان إيمان تدرها بالتليفون وتعيد الأسامة وهي اللي تستدرجه فعلا شنو درت إيمان؟ إيمان تصلت بأسامة بحجة أن الوالدة لها مريضة بزار ومعرفة ما هو واقع لها وحجة أسامة بحكم أن هذه السيدة من طرف الدكتور أحمد قلت له بأنني كان أعرف الدكتور أحمد اللي هو شريكه وصاحبه وبحكم أن السيد نية وضريف ومساعدة المريض بالنسبة ليه واجب كتر من أنها وظيفة لكسا حبس الهضرة مع صاحبه يعني هذا هو صاحبه صاحبه في الصبيطار كان هذا هو موقع فكان صاحبه في الصبيطار جاء واحد تليفون وقال واحد الحالة مستعجلة ومشي نشوفها ورجع وبالتالي أسامة خرج يجري يشوف هذه السيدة ما هو موقع لها؟ هذا هو الاتصال الذي صرح به صاحبه أسامة البوليس لن أخبرهم من القرآن والاقتصال وخرج يجري المهم الممرض حمد هنا تجد أسامة على بره وقالوا البهار يعني الأساس أن الضار الوالدة التي تطلب البنت يعني هذه الضارة مفترض أنها تكون فيها الأمة الإيمان لكن أسامة هنا غير دخل من الصالح كي يأتي الممرض حمد وضربوا الراس هنا وضربوا واحد الخشبة هذه هي الضربة الخفيفة التي كانت عندها في الراس من الذي أسامة مفقد الوعي خرج الدكتور أحمد الذي كان مخبف أحد البيت مفضل وضرب الأسامة وحد البلدية حقنا التي كانت مجهدة بالسعب بحال هذا كل حقنا الذي يداره في العمليات ليس بنادم يغيب في خطرها ولكن هناك شهادات أخرى التي يقولها ما يقولون يقولون أن السيد لم يجمع من وراه وضربه بخشبة السيد أصلاً كان مغيب لأن إيمان قدرت له مادة مخدرة في العاصر من الذي يشربها وضاق هذا الدكتور أحمد ودقله أليبرا ولكن هذا الشيء اللي نقول لكم هو الحقيقة الموخوضة من مصادر موثوقة اللي هما الأم دي الأسامة والأخ دياله والمحامي المهمة على حساب الصريحة ديال إيمان شنو كنت تقول أنه من بعد ما الدكتور أحمد أضرب السيد ديكليبرا واحد شوية أفقدنا السيطرة على أسامة حيث الأوضاع دياله بدأت كتسوء يعني بحل ضوزاله بانت عليه الحالة ديال أنه السيد كيموت من اللي مات من اللي توفى شنو دالو قلوا قررنا باش نديوها العيادة وندفنوه تماما البوليس هنا قال لهم واخا سيدي هذا الريوين قبلوها جيبنا للا بعد الورقة دي الزواج العرفي اللي درتي معها الدكتور أحمد قال لهم وضرتها السيدة محامية هذا قد وضرت ورقة مهمة بحل هذا الشكل المهم البوليس هنا ما تقش بالأقوال دياله نهائية عارفها كتحاول تغير المجرد القضية للقتل غير العمد غير الاختطاف وأنهم قتلوه بلا ما يقصدوا حيث الأحكام كتختلف من قضية القضية المحققين هنا من اللي سأله مع إيمان هذا التحقيق هذا دي الزواج الدكتور أحمد سؤالوا على هذه القصة ديال الزواج العرفي كيف اشتغيرها اللي بينه وبين هاد إيمان المحامية السيد ضربها بنكرة قال لهم أنا ممزوج بها موالو أنا ويها بنتنا علاقة غير شرعية لا أقل ولا أكثر الدكتور هنا أعترف أنه هو من الفكرة ديال الاختطاف كنا بغا نختطفوه باش رمتزوه يجبنا عائلته يجبونا الفلوس قال لهم ما كناش ناوي أنه يقدر يتوفى قال لهم أنا فعلا وغير باش يبقى مغيب باش ما يقاوم حتى نسألي وحنا لك الخدمة اللي عنده مع عائدته في التليفون وعاد أنطلقوه ممشي بحاله ولكن الأمور ما مشات كما خططنا له قال لهم فعلا أنا اللي ضربت له البرى اللوله بقى مغيب لكن من اللي طلع الصباح ديال الغد له السيد بدأ كنسترجع الوعي دياله ودك شعل على ما اضطريت أن نضرب له البرى الثانية حتي لمشي احتفق سيجبدلين الاصداع مع الجيران فشنو دالوا قرروا أنهم يبدلوا البلاصة يديوها العيادة ويخبيوه تماما يعني على أساس أنه مملكة لديك العيادة وخيصدوها جاع ويبقوا يخلصوا كراها السيدرة ما غادي شيبا يعني ما عرفتش أنا كيفاش فكروا على أساس أنهم زي ما يديوها العيادة لها ما يسيقلوا حد الخبار المهم قال لهم احنا ضربنا لديك البرى زي ما باش يبقى مغيب ويضعوا العيادة ويخبيوه احتمى وماذا ندالوا لهما؟ أدعوا في الكرسي المتحرك الذي يبقى في الكاميرا بحالة رأى ناس أزعوا الكرسي ويبقوا دافعينه ومشو كاملين بيهم ومشو دخلوا لديك البرى ربطوه وخلوه احتمى خلوه المدة دي يومين من اللي يجاو يطلع عليه يجاو السيد مائة وشبعان موت وعش ما تبديك أوفردوز ولا بدك الجوع ما نعرف المهم اللي شافوا رأسهم حصلوا حصلوا حفروا ديك الحفرة ودفنوها تسمى قالوا له المحقيقين واخا سيدي هيا دبا بغيت تقول بان الجريمة اللي درته اللي درته في حق الدكتور اسامة كانت غير صدفة قال لي هيا سيدي كانت صدفة والدليل هو المخدر اللي لقيتو في الجسم دي للضاحية يعني كو كنا بغن نصفيوها له كنا بغن نقتلوها عناش غادين نخضروها أصلا غادين نصفيوها له من اللو واندفنوها قالوا لي هوا من اللي هاد الشيء غير صدفة علش الحفرة كانت محفورة مان قبل وهذا الشرح قالتو إيمان وقالوا حتى الفرم لي أحمد حيث الأقوال دي الإيمان ودي الممرض أحمد كانوا مطابقين يعني باش منوالي واش نعاودونا في الشيء اللي قدناه من اللي سولوها هاد دكتور أحمد شنو وقال ليهم قال لهم بصح الحفرة راعة تحفرت مان قبل شحال هذه ولكن أنا كنتحافر ذلك الحفرة ليس شيء باش ندفن فيها الدكتور أسامة كنتحافرها باش نبقى نخبي فيها شيء دوايات شيء دوايات كانوا كونتربونت غير مهربين بلا فاكتورة بلا حتاجة وانا خبيتهم تما غير باش من اللي طلعت الثمان ديالهم نعاود فيهم البحر المؤمن بعد ما اعترفوا هاد ثلاثة بقاء الأفعال من سبيلهم تم إعادة تمتيل الجريمة أمورها تطلعوا بزاف ديال النظريات وبزاف ديال القراءات وبزاف الاحتمالات وكل يلغي بالغار بزاف ديال الإشاعات خرجوا على هذه القادية هذه كل شيء بدك يقول بلي مستحيل أن الموضوع ما يكونش فيه شيء تخطيط مسبق الإزهاق الروح والقتل والدليل أنه في الفترة اللي يغبر فيها الدكتور أسامة حتى واحد ما تواصل مع العائلة دياله والناس اللي كانوا خطفينه باش يطلبوا الفدية رخص سعيته العائلة القضية بينه أنهم كانوا ناويين من الأول أنهم يصفوها لهم حاجة أخرى هو أن الدكتور أحمد كان عنده أكثر من عيادة من غير هذيك اللي يدخل فيها شريك هو والدكتور أسامة وخاملين كانوا عيادة غيكاريهم يعني مش يملك ولكن رعنده بروجيت دياله وعنده بروجيت يدخلوا له الفلوس يعني أكيد غير يكون دير هاد الشيء كامل ماشي على ود أن الفدية يأخذها هلا كانت هو لبس هاده دير هاد الشيء حيث كان حاقد على أسامة أو غير منه ولا شيء سبب آخر نحن ما عارفينه يقدر يكون بسبب ذلك العقدة ديالنقص اللي كيحس بها تجاه الدكتور أسامة من خلال أنه كان عيش في واحد نيفول كتار منه بزاف الدكتور أحمد كان عارف صاحبه ولا بدها سهلة كان عارف بأنها يحل مركز اللي كبير في تخصص جراحة العظام يعني يقدر يكون بالصح كغير من النجاح دياله أو كيحسده هيتلحقش ببعد بزاف ديال الجلسات بان واحد صاحب أسامة عود أعطى البوليس واحد سكرين ديال واحد الكونفيرساسيو واحد المحادثة كانت ما بينه وما بين أحمد يعني باب بينه وما بين الدكتور أحمد في هذه المحادثة هذه الدكتور أسامة يقول لصاحبه باللي الدكتور أحمد طلب منه الفلوس يعني بغاية تسلف منه شي حاجة ديالفلوس وسوله وقال له هدك الدكتور أحمد وش في المعقول وش ممكن نعطيه ولله و أسامة من بعد مهضر مع صاحبه غالبا هات صاحبه قال له ما تعطيه مولوره ما كيروتشو لكادا ولكادا وينفلخر دي المحادثة الدكتور أسامة أخذ قرار باش ميسلفوش يعني أكيد هذا الدكتور أحمد سيكون حقد عليه غير على قبل الفلوس المهم نهار جوش وتنبير من عام ٢٠٢٣ وماذا ستبدأ المحاكمة هذه الثلاثة كلهم كانوا ناكرين ذك شي كامل المنسب ليهم وقتناع التحقيق معهم قالوا أيضا أن الشرطة هي اللي ضغطت علينا وهي اللي عذبتنا باش تأخذ مننا الاعترافات يعني باش يقولوا لهم ذك شي اللي يبغى ويطوئ وهذا الميلف اللي يطول بزاك المهم فهذا النهار كانت حاضرة فيه الصحافة وناضط تروينه في قاعة المحكامة وذلك شي لاش القاضي فضل أنه يأجل الجلسة حتى النهار جوش أكتوبر من عام ٢٠٣ يعني هذه مؤخرة فعلا بدأت المحاكمة من عشر دي الصبح أول حاجة بدأوا بها هنا هي المرافعة دي النيابة العامة يعني بإقرار منهم على أن جميع المتهمين كانوا قاصدا يدلوا في أسامة هذا الشمال لول يعني كانوا قاصدا يزهق الروح من الله والقع يعني ما بغى اللي يطلبوا لا فيديها اللي احتى شي حاشا حتى يأخذوا الفلوس ويصفوا هاليه عاد يقتلوه يعني ما عاد تلقوه ما هو من بعد هذا الشيء طلبت النيابة العامة بأقصى العقوبة للمتهمين باش يكونوا عبرة أي واحد فكر أنه يدير بحل هكا لكن دفعنا بقى موصر على أن المتهمين مكنواش نهائيا قاصدا أنهم يقتلوا أسامة لكن المحامي دي الضحية غادي فاجأهم باللي عنده دليل لأن هاد الحفرة في ندفنوا أسامة كانوا حافرنها بشهر ونص شهر ونص من قبل الاختفاء ديال الضحية دالي شنا هو هو أن المحامي يجب واحد الفكتورة ديال الماتيريال ديال الحفير يعني ديك البولة ودك الفاس اللي يحفروا به كده المحامي تقدر يجيب هاد الفكتورة مش يقلب على مول المحال اللي مش تقدم انه الدكتور أحمد داك الماتيريال باش يحفر ديك الحفرة المحامي هنا بقى كيقلب كيقلب على هذا المحال احتلقاه وجاب منه احتل فكتورة ديال داك النهار اللي تقدر فيه الدكتور أحمد هاد السلاحة هنا صافي القاضي بنت والقاضي اقتنع مئة في المئة من أنه جريمة هي جريمة قتل وقتل عمد مع سبط الإصرار والترسط الممرض اللي اسميته أحمد فارش بقى مصرع لأنه مكانش خباره بقى مصرع للبراءة دياله وكيقلب اللي كانوا ناويين غير يخضروه هي أخده الفيديا ما كانش ناويين يصفيوها الأسامة داك النهار وانه احتفل النهار اللي يدفنوه هو ما كانش معهم تماما اكشيالاش رابين في الفيديوهات بأنه هو الوحيد اللي كيغوت وصل المحكامة وكيقلوا ما أنا باريء أنا مضلوم أنا مادرتشي حاجة لكن انت واحد ما تقبه لا اعلام لا صحافة لا الناس اللي كانوا تماما حاضرا في المحكامة قاع الناس دانوهم وقاع الناس كانوا يدعيوا فيهم حتى واحد ما تعاطف معه حتى من الأم فاش هيئة المحكامة خرجت المداولة باش تزرح حكم النهائي دي لها الأم دي الأسامة في واحد المنظر اللي كيدوره في الخاطر قال تغيك تشوف الدكتور أحمد اللي كان في قافص ديالتيان وقدعي له وفعلا الدعاء ديالها كان مستجع المحكامة من بعد المداولة حكمت عليهم بالثلاثة بهم بالإحدام أيها سيادنا شنو رأيكم في هذه الجريمة هذه شوف جوجد الناس متقافي محانية ودكتور وفرملي هو الثالث داروا هذه الجريمة بحلاكة لقبل الفلوس وفي قرروا أنهم يخبئوا بجتة في بلاصة ديال طرف الخبز ديالهم في العيادة لم يفكروا أن كاميرا المراقبة مركبين في العيادة لم يفكروا أن العمارة فيها كاميرا التهية لم يفكروا في تتبع الهواتف ديالهم كامل يعني هذا الشيء كامل غاب عليهم الماطر الثاني اللي يحفروا بهذه الحفرة خلوا اهتمها في نفس البلاصة ما من اللي كانت النية ديال الخطف ديال حقها الفيديا والفلوس لم تتصلوش يعني هات الناس وش كانوا عقل ديالهم غاية احتمل كميات البنجوخ خاخد منتهم هذي دوزعوها بزاف وما كانش كتوحي بأنهم كان الغرض ديالهم تخدير فقط موهم كانت بزاف ديال الأخطاء وربيك يفضح موهم يلا نشوفوك في الحلقة الجاية ان شاء الله بالمنخة مضاروين نسمعكم الدعيوة ديال الخير اللي يولفنا لايك تبنينا ما كاتب الخير لاي خرجنا مضار لعيب بلعيب لاي رزقنا حسن الخاتمة ويجعل اخرنا حسبنا اولنا ويجعلنا خفاف درافع لقلوبكم اخوتي اخواتاتي دوزو بخير ويجعلنا نشاء الله في نفس الموعد اخوتي اخواتاتي السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير ويرزقكم ربي الفضل والتيسير مرحبا بكم معنا في قصة جديدة قصة اليوم وقعات في الامارات هذه قصة اول مرة سنتسمعوا بها واذا سمعتوها غراه ما شي غير سيضركه راسكم وصافي شي حاجة كثير من هذا الشي سأأتيكم اولا صعيبة تعرفوا شكون هو من الفعلة سواء في الو ديال الحلقة سواء في الوسط ديال الحلقة انا كنقول ما اتعرفوا من الفعلة حتى الاخر ديال الحلقة عندما نطول عليكم ندخلوا مباشرة في سرد تفاصيل جريمة اليوم قصة اليوم سيدينا نهار 10 فبراير في عام 2019 بالضبط مع 12 ديال الحلقة في الكاميرا المراقبة ندخل واحد صالون جميل في امارة دوبي كيف يبدأ؟ باللي مونات الصالون وقفه مع واحد السيد هذا السيد هو واحد البوكي واحد مشفوم ديال الورد قاسم يتحوضوا مع بعضياتهم احتدخل واحد دخينة مقنع مخبي وجه اقتحم الصالون مباشرة ما اتكلم في مولة الصالون صفاء هذه مولة الصالون سمية همريم المرابط جزائرية الأصل تزادت في عام 1990 السيد قتلها في البلاسة ثم تتراف السيد الذي كان يتوقف معها السيد الذي كان معه اسمته عمر حتى هو جزائري الأصل وتزاد في 1989 هذا الجزائر طاحوا الأرض ومن الدقة الأولى ثم تتكلم ثم تسجيل فيديو الكاميرا التسجيل وحتى واحد لا يتعرف ما يقع من بعد المخطيق بعد أن ترى هذا الفيديو تتكلموا بأن هذا الشخص الذي اقتحم الصالون ثم تصفى هذا الجزائر هو الذي يتوقف أطفاء الكاميرات لماذا؟ السبب هو أنه لن يعرفوا ما يقع من بعد ما يقع من بعد وبما أن هذا الشخص كان يقع كاتم الصوت لذلك الفردي فحتى واحد من الجزائرين لا يسمع شيئا ضربوا القرطاسات ولكن ينسوا فحتى واحد ما يجب الخبار لما يقع وصدق الصالون حتى اللغة في الصباح ومع ذلك العشرة بالضبط الصباح السيد اللغة مع مريم في الصالون ومع ذلك حتى يتفاجئ بأن الباب في الصالون محلول أول شيء في ذلك هو فراشفار ودخله كل شيء ولكن عندما يدخل يجري يجري أن يجري باب والأرض في الصالون ما يقع هذا كامل الله أعلم يقلب هنا ولكن لا يجري التوحل في الصالون حتى المطاريات ومع ذلك في المحل لا يوجد شيء لا يوجد شيء كل شيء ما زال في بلاسته لك الساعة السيد بدأ يتصل إلى الصالون ولكن ما لم يجرد تكلف هو وعيط مباشرة للبوليس أول شيء دارت الشرطة هي المعاينة لمكان الحادث أعطوا ترقيم أي شيء في الصراحة الجريمة ومن بعد أخذوا تسجيل الكاميرات أبقوا ما يقع بالضبط أعرفوا أن أصفها الجوش المعاينة وهذه المعاينة وهذه المعاينة لم يقع لهم لم يقع أعرفوا الشخص الذي دار فيهم هذه الحالة من بين المحقيقة التي كانت في فرقة الشرطة كان واحد سيد اسمه أبراهيم قال أنه خمزة صغيرة ولكن طيارة دقيقة أول شيء ألاحظ في فيديو الكاميرات المراقبة هي أن مريم دخلوا هذا السلح كانت كثيرا بالخوف فعلها كانت تباينة بأنامية لكن في الوقت الذي جاء قتل السيد هذا السيد الذي اسمته عمر الذي كان وقف معه هذا السيد من جهته لم يكن لم يكن لم يكن لم يكن لم يكن كان مستسلم الأمر الواقع حتى ترى السيد وطح الأرض هذه النقطة بدت خلت هذا المحقق يضروا رأسه بلا قياس لم يكن عمار لا يحاول أن يدفع رأسه؟ لم يكن لم يكن ردت فعله قدام هذا الشخص؟ ما هو هذا الشخص الملتن؟ هذا المقنع؟ ما من حسابه مع عمار؟ ما من حسابه مع مولاة الصالون؟ هذه أسئلة كاملة أخص الجواب عليها؟ إذن دعونا نعود إلى اللور وبالضبط في عام 2017 عامين قبل قبل أن توقع هذه الحادثة مريم مولة هذا الصالون وعمار لم يكن عيش في دبي لا كانوا عيش في فرنسا وكانوا خداما عنده واحد سيد في صالونه كانوا خداما هي وعمار مريم من بعد مدار 16 عام هجرت مع العائلة لفرنسا لأنها كانت في الجزائر تربته وكبرت تماما ومن بعد تخصص جميل وخدمته في صالون وبالشاهدة من الناس الذين كانوا خداما معها مريم كانت تتقن هذه الحالفة مزيان لأنها لا تقوم بعمل رأسها تفاهمت مع عمر لكي يخرجوا من عند هذا السيد الذي كانوا خداما عنده يأخذوا هذا الشيء الذي يجمع الفلوس ويمشيوا إلى دبي في الإمارات يفتحوا ليهم شيء ما حال على قد الحال ويخدموا على رأساتهم دبي فيها مادة والنساة فيها يخسروا على رأسهم ويمشيوا إلى دبي أخذوا أحد صغر حال على قد الحال ويحصلوا وبدأوا الخدمة بجوش كيف قلت لكم من قبل المريم كانت خطيرة في هذا المجال حتى عمر كان حرايفي كان رقيقي لكن لم يكن وصل إلى هذا النبو المهم أن البروجه ينجح والكليان يكتر عليهم هذا الشيء الذي يجعلهم يقرروا أنهم يأخذوا محل آخر كبير ويطوروا من البروجه ويأخذوا محل كبير ويأخذوا محل كبير ودخلوا معهم شئ ناس جداد الخدمة كان خدم معهم واحد السوري اسمه رامي وواحد لبناني اسمه محمد وبدأوا يخدموا على رأسهم وبدأوا يجروا عندهم الكليا مهم بعد أن أخذوا هذه الخطوة هذه صالون مريم من أشهر صالونات التي كانت في دبي مريم كانت تستقبل في صالون غير شكون وشكون المغنيين هالممتدين هالأمراء يعني ذلك ما كانت تحلم به ووصلت له ونسيت واحدة ما قلتها لكم هو أن عمرو مريم من الذين كانوا في فرنسا كانوا يريدون بعضياتهم بلا قياس من الذين يأخذوا إلى دبي أو ساكنوا مع بعضياتهم بحال أي جوج مجوجين لكن غير قدام الناس لم يرى الولايقات حيث مريم وعمر من الذين كبيروا في فرنسا تطبعوا بالعادات الأوروبية ومن الذين لا يعترفوا أصلاً بعقد الزواج المهم الخدمة في الصالون مريم تزادت بلا قياس مريم وكانت غادة وكانت شهر الضارجات لم توقفت وكانت خدمة غير في الصالون ولا وكان يستدعيوها الناس تصافر حتى لعندهم كي تخدم لهم في الحفلات وبعض المرات هذه الحفلات تبقى فيها حتى المدة السمانة وسبوع تضطر مريم تبقى غايبة على الصالون هذه السمانة كاملة لكن وخاها تصافر وهي مرتاحة حوانية حيث تفاد الوقت يكون عمار هو الذي مقابل البحر وهو الذي وقف فيها المهم الوقت يدوز ومريم يزاد عمار يبدأ يبدأ يدد من هذه السافرات وبدأ يدخلوا الشك وليس بالصح مريم تسافر على قبل الخدمة ولا ينشي حاجة اخرى في هذا الوقت عمار وكل مرة جاء بتصداع مع مريم لماذا؟ بسبب الشك له فيها احتاج النهار الذي يكتشف فيه بأن مريم بالصح عندها علاقة مع واحد الإماراتي هذه الإماراتي التي بعض المرات من التي تقوم برأسها مسافرة فهي يراها تكون معها عمار ملي ساق الخبار لهذا الشي تنقش معها وبدأ يتغوت معها لكن من بعد يتصرف عادي بحل ما كان والو السيد برد قلبه عليها بحالي كان بغير يعرف شنو كان وصافي ولا بين قوسان كان تسنى غير سبا سبا لا يش سبا باش حتى هو يقدر يدير علاقة مع بنات خلين يعني ياخد راحته مريم ملي عرفت بلي عمار ساق لي الخبار يعني ساق الخبار انها كتخونه وشاف تردت الفعل دياله سيد عادي ضرها راسها واه السيد ما غوت ما عربط ما تقلق ما له عناش كيتعامل معايا بحل ما وقعتها شي حاجة هاد الاسباب غد يتخلي مريم هي براس هتبدأ تشك فيه فعلا السيدة واحد النهار درت راسها بحل غدام صافرة ولكن من اللي رجعت للدار لقيت عمار جاي بواحد لبنت للدار هاد الشي اللي غد يخليها تغوت عليهم زيان وتعربط عليه مريم وعمار عرفوا بلي هما بجوج ما بقعت عشرة بناتهم كل واحد فيهم بغي يعيش حياته فشكله هم من اللي بردو وشدوا الأرض تفاهموا على انهم كم ما تلاقوا أخوت يتفارقوا أخوت بما ان السيد بغي يعيش حياته يخرج من الدار ويمشي الله يسهل عليه باش حتى هي تكون مرتاحة وتعيش حياتها كما بغت المهم تفاهموا هاد الشوش على هاد القارة وكل واحد فيهم شالطريقة غير ووكا بسبب هاد الشي اللي وقع ما بين هاد الشوش احتى الخدمة اللي كانوا مفاهما عليها ما بقعتش كل مرة هنا يتصدع والمشاكل في الخدمة حتى واحد فيهم ما بقى قاد يتحمل الاخر الشي اللي غد يخلي هاد الشوش يتافقوا باش يلغيوا الشاركة اللي بنتهم في مرة وبما ان الحصة ديال الشاركة اللي عند مريم كتار من اللي عند عمار مريم قرأت ان تعطي العمار لحق دياله من الشركة تعطي لي حقه افليسات وتزيده من الفوق غي باش يخوي لها الصالون خوي لها الصالون وما تقعش تشوف كمار توقع عمار عشباته الفكرة قبل بالاقتراح هو بالنسبة ليه هو خبير في هاد المجال يعني ما عنده حتى شي مشكلة يقدر بالفلوس اللي عياخه من عند مريم يمشي يفتح بهم صالون جديد ويقول لي خدم على راسته ديال راسه بلا شركة بلا صداع الراس واحتمل الكليان فهو ما عنده حتى شي مشكلة عنده الالقام ديال التليفونات ديال الكليان كامل بما انه هو اللي كان يبقى في الصالون فالكليان كيعرفوه مزيان وعلاقته بهم كانت علاقة مزيانة بزال يعني من اللي سيحل الصالون جديد فما عليك غير يتصل به يعطيهم اللوكاليزازيون للمحل جديد ويعلمهم بالبروجيه الذي يدار وهكذا سيتعرف عند الناس وما سيكون عنده حتى شي مشكلة فعلا عمر خضر المبلغ الذي يتفق عليه هو مريم ومشحل صالون جديد في دبي قد صالون جيد جاب خدامة التي تمكنها حرايفية لكن هذا الشيء لم يتعطي الانطلاق الذي كان يحلم به واللي فراسه خصوصا انا قاعدك الذي يخطط له مصدقش هو كان في الول متأكد ومتأكد مزيان وتيق فراسه بلا قياس واللي النهار اللي غادي يجي وغادي يخرج من الصالون دي المريم السيدة غادي يدير فايات السيدة غادي يدير الإفلاس ديالها اصلا هو اللي كان هزلها كل شي هو اللي كان مكلف لها بالكبيرة والصغيرة داك شي علاش قال مع راسه النهار اللي غادي نفتح فيه الصالون ديالي والله لا بقيت سطر عندها شي واحد والله واحد لعتب عندها لكن كيف كان قوله نية العماء في عكازه من اللي عمر في الشاركة اللي كانت ما بينه ما بين مريم في الصالون ديالها الصالون ما تأطربوها له وبالعكس السيدة الخدمة عندها غادي سانك سانك أما هو فمخلا ما دار لدك الصالون كان ناقص صغير يتحزم ويشتح قدامه الخدامة يضلوا ينشوف الدباء وحتى ذلك اللي كان معول عليهم ويجيو عنده يخدم لهم يعني كليان اللي مقربين دياله هو واحد مكي يحطرج لي عنده هذا الشيء اللي غادي يخلي عمر يحقد على مريم بزار واحد النهار قال ماذا ندير ما ندير أجي نحيد لها واحد من الخدامة دياله خصوصا واحد كيقول له رامي السوري اللي هدرنا عليه قبيلة واحد من الخدامة اللي كان خدام معهم عمر هذا رامي السوري حرايفي مزيعة وهو اللي يمكن مكلف بالكبيرة والصغيرة في الصالون من بعد عمر هو الثاني اللي في القراط قال يمكن لها غريته بالفلوس غادي نحيده من المحل ديالها ويمكن هذا الشيء عادي لها مشاكل مع الكلية وهكذا بغي يهرس لها السوق شوية فعلا من بعد ما عمر كانت علاقتم زيانا مع الدرير اللي في الصالون خصوصا مع هدراني هذا أبقى كي يضور به كي يضور به وكي يغريه أحتخروا من عند السيدة وجابوا ويخدم عنده مريم هنأم اللي يقع على هذا الشيء ويقعون هذا الشيء مشاكل في الأول لأن الناس ممكن يجيب يطلبونه رامي كي يبغي يرامي هو اللي كذا لكن عرفت كيف يدارك الموقف قررت أنها تصوفي المحل ديالها وتحافظ على نفس النبو ديال الخدمة اللي كان عندها في الأول أما السي عمار فهو شهر من بعد شهر كي يلقى راسهم غادي غير في الخسران ذاك الشيء اللي عنده في القونت غادي وكيد سهلا وحتى لشارج الكلة ديال المحال والمسائل الخرى والخدامة وكذا ما بقى قد يخلصهم المهم بقى على هذا الحال حتى الـ 2019 وبالضبط قبل ما توقع لهم هذي الحديثة هذي بشهر ديال القرطاس عمار قرر أنه يرجع عند مريم يطلب منها السماح كيف مكان الحال راهم عشرة من الصور وكثر ما هذا الشيء هم كانوا كي يبغيوا بعضياتهم فهي ضروري ما غادي تدير بحساب العشرة والتعاون معه كما كالحل هو وراه والد بلادها وهو جزائري فعلا السيد مشان عند مريم تصالوا نحاني الرأس والدخلة اللي غادي يدخلها غادي يلقى السيدة جايسة هي ودك الإمارات النيس كي يهضروا كي يضحكوا كي يقشبوا مع بعضياتهم تمالك الأعصاب دياله سلم عليهم وطلب من مريم باش يهضر معها واحد جوج دقائق دك شيء اللي كان مشاو بجوج بيهم كي يهضروا مع بعضياتهم وما شرح لمريم الحالة اللي وصل لها الصارون دياله وطلب منها السماحة اقتهر حاليها باش يرجع يخدم عندها بحال يكان في اللول قال لها ما يكون غير خاطرك السيد وصلت له اللي العظم ويلا بقى على هاد الحالة فغادي يجي الشهر اللي ما غادي يلقى حتى باش يخلص الكرية ديال الدار اللي يشد من غير المحل ايو مريم في هاد اللحظة تأسفة للسيد تأسفة للحالة اللي وصل لها لكن اللي دارها بيديه يفكها بسنة ارفضت رفداً قاطعاً باش يرجع يخدم عندها هذه السيدات ارفضت بالمرة ارفضت حتى تكون بناتهم شي شاركة من اي نوع هي سمحت له هي ولكن را ما نسيتش فعيله ما نسيتش تحرمية اللي دار والخدامة اللي يجر لها اوسي عمر هنا ايتأكد باللي مريم ما عمرها غادي يترجع ويخدم عندها ايوهو يدفعها بالجهة حتى تطاحت الارض ويبدأ يعير فيها قدام الناس يتحين فعليها قدام الخدامة يقول لي يا بالنهاية ما غادي تكون غير عيدي انا اللي انصف فيها لك الامارات اللي كان معها ضرباته النفس ونالك يتدفز مع عمر الماطاريال ديس السالون بدأ يتهرس والناس بدأت تكدخل بشتفك فعلا الناس قد يفكوه قد يخرجوا عمر أعلى بره لكي يمشي بحالاته السيد من اللي لقى رأسه ومرمي بره السالون ما رضا عش عاد مازاد كيتحيلف وكيهدد في مريم من اللي مدها في حد عيط على رامي السوري اللي اخدام معه وبدأ كيعمر ليه في رأسه بدأ كيطلب منه باش يعاونه في الخطة اللي بغا يدير بغا يدير واحد الخطة باش ينتقم من مريم عمر بدأ كيقول رامي وكيعمر ليه رأسه بالليديك السيدة حنا اللي كبرنا لها السالون حنا اللي كبرنا لها الشان حنا اللي طلعنا أهل ذاك النابو يا فين كانت تجير شي سالون فين كانت تضل فيه ياك حنا اللي كنا كنا ندخلوا له هاللعاقة كيفش تقول عندها الخير كامل عمر في هذه اللحظة بقى كيعمر اللي رأسه وكيقول ليه باللي السيدة رأي عندها الكيلوية ديال الدهب في دارها الكيلوية ديال الدهب واللي ما سيقل يوم حتى واحد الخبار منيجا هالدهب كامل نحن اللي كنا نضربه مالا الليل و النهار ماذا تعرف هي من غير انها تأتي كتشدك الشي اللي في المجر اللي في الأكاس او ان بعد تقول ناط شاب سلا محتل غدا نتشوف رامي السوري هنا غير سنعب اللي مريم عندها الدهب في الدار وهو ما يتحلو له العينين غير بشتعرفه واحد الحاجة هو أن مريم كانت من النوع اللي ما يقامنش بشي حاجة اسميه البانكا كانت الأغلبية فلوسها كتشريهم دوك السبائك ديال الدهب وكتحطهم عندها في الدار في واحد كوفر فور على أساس أن الفلوس في البانكا ما هو ما غير أرقاب ماشي فلوس حقيقية من الأحسن فلوس هاي بقى وقدام عويناتها وحتى من الدهب كتشري وكتخبي وحتى هو براس ودهب رغير تحطرها استثمار أصلا لكن استثمار على المدى البعيد يعني من بعد واحد لعشر سنين وخمسة عام عاي تطلع بواحد نسبة مئوية تبيعه وتربح منه المهم عمار أبقى على راميب لهضره 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 حتى عمر لها راسه مزيان لدرجة أنه ينفذ معاه أي خط طبغة القادية في الدهب زيد بسم الله كيف قلت لكم هاد الشيء أوقع غير بشهر قبل ما البوليس سيكتش في الموت عمار ومريم في كاميرات المراقبة لكن من اللي قلبوا على الجوتات ديالهم سنلقوهم المهم من بعد اما محقق الشرطة براهيم اللي قلت لكم أنه دقيق الملاحظة بعد ما درسم زيان مصرح الجريمة تفرج في الفيديو وعاودوا كثير من عشرات المرات أكد الفرقة اللي معاه باللي الشخص اللي قتاح من الصالون واللي صفها المريم وعمار جر هاد الجوج حتى الباب ديال الصالون هزهم في شي طو موبيل ولا في شي حاجة ومشخباهم في شي بلازة علش بش ميلقاهم حتى شي واحد لكن الواحد اللي بغي يدير هذا الفعلات دياله وما يخلي حد يجيب ليه الخبار علش غادي يخلي الأرض كاملة عمره بالدمايات وعلش أصلاً غادي يخلي الكاميرات تسجل لحاديثة من الول حتى الاخر إذا عنده الغرض بدكشي حاجة أخرى لهذا المحقق ما بغاش تنساليه في خطره هو عمر قبل ما يتوفى علش مصدر منه حتيش يرد فعل؟ علش مقاهمش؟ من اللي كان هذا الشخص هذا أعز عليه السلح ما استنجد مغوت مرغبه علش خلاه يصفيها ليه أبدايك الطريقة زي المشجاعة إذاً شي حاجة نقصة في هذه القضية من بعد ما الفرقة الجينا يأخذوا دكت تسجيلة الكاميرا ورواه من الناس اللي خداموا في الصالون المريم على أساس على الله شي واحد فيهم يعرف شكون هو هذا الشخص اللي يدخل على مريم وعمر الصالون يعرفوا شكون هو الخدامة هنا غير شافوا الفيديو كل شي يشهد بالله هذا الشخص اللي اقتحن الصالون وراه مئة في المئة ما يكون غير رامي السوري وبين من الشكل دياله مستحيل ما يعرفوش خصوصا للناس القدام اللي كانوا خدامين معه المحقيقين من اللي توصلوا به التصريحات هذه خرجوا مذكرة بحث على رامي وبدو كيقلبوا عليه في إمارة دبي كاملة من اللي ملقوش ووسعوا البحث ديالهم في البلاد وبلغوا قاع المراكز اللي كانوا في الإمارات الخرين للأسف السيد أغبر لي هالآتار فقراء احتمل الجتة ديال مريم وعمر راهم ما زال ما بنوش بالموازات مع البحث ديالهم على رامي ما خلوا فين قلبوا على الجتة ديال مريم وعمر أدقوا الأرض تحلت وبلعتهم المهم قلب أحد جاري على هالثلاثة المدة ديال عشرية احتاج النهار فين مركز الشرطة ديال دبي تيجيها بلغ من عند واحد مواطن إماراتي يقول فيه بللي كان واحد الريحة خائبة كتخرج من اللي باغتمو اللي ملاسقة مع الضار دياله لدرجة الناس ديال العمارة صافي ولو كيتخنقوا من هذا الريح كإجراءات عتية دياله ضروري ما فرقة الشرطة خاصة تنقل العين الماكان باش تعرف شنوا واقع تمنا خصوصا بحال هات البلاغات كيكون مراهم شي مصيبة كحلا المهم البوليس من اللي قصلوا بدأوا كيشموا ذيك الريحة اللي خارجها من ذيك الشقة وتأكدوا من أنها ريحة ديال جسم بشري متحلل بدأوا كيدقوا من اللي ما يحل عليهم حتى واحد فرعوا الباب ودخلوا هذه البوليس من اللي يدخلوا به كيلقوا الجوج ديال الجوتات ديال الجوج أشخاص بدأوا كيتحلوا راجل ومرأة هالجوج ديال الناس عريانين كاملين ومحطوطين على الأرض من اللي البوليس حاول يقرب منهم ويتعرف عليهم اللي دال فيهم هات الحالة كب عليهم المال قاطع على وجههم وعليه يديهم هذا مشابه حاله لكي لا يتعرفوه هكذا من اللي يلقاهم البوليس ما يعرفش كونهما هات الجوج ناس هادو لكن القادية ديال عمر ومريم كانت بقى طريقة وبقى جديدة أول حاجة نشكو فيها البوليس هي أن هات الجوج ديال الناس سيقدروا يكونوا مريم وعمر اللي يقلبوا عليهم اللي تقتلوا بالقرطس ودكشي على الشرطة العلمية هنا صيفتت هات الجوج ضحايا المركز تشريح دههم مستوداء الأموات واخدوا عينات منهم صيفتوا على المختبر باش يقارنوها مع العينات اللي يلقوا في الصالون من بعد ربطوا الاتصال مع العائلة ديال مريم وربطوا الاتصال مع العائلة ديال عمر اللي كانوا في فرنسا عودوا ليهم ماذا نوقع؟ وطلبوا منهم باش يجيوا عندهم لدوبي ليتعرفوا على أولادهم واش هما هادوك ولا لا فعلا العائلة ديال مريم من اللي وصولوا لدوبي فهما من نظرا لولا تعرفوا على الضحية وأكدوا البوليس بأنها هادي هي بنتهم مريم المرابط لكن العائلة ديال عمر من اللي يجاو باش يتعرفوا على الضحية قالوا البوليس هذا ماشي ولدنا عمر ماشي ولدكم عمر كيفاش؟ البوليس حاول يزيد يخليهم يتأكدوا من حضرتهم ورهم الفيديو اللي فيه عمرهم مريم من اللي يقتحم عليهم داك خيناء الصالون وضربهم بالقرطاس واللي بين القوصين محتمل أن يكون هذا الشخص هذا هو رامي السود لكن العائلة ديال عمر ابقاد كتأكدوا وكتعاود باللي اللي قدامهم يعني الشخص اللي قدامهم طايح راه ماشي ولدهم عمر هذا شي واحدة أخر شكوناه والله أعلم المهم راه ماشي عمر البوليس باش يقطع الشك باليقين ده بتحليل ديالله الدين بين هذا الشخص هذا اللي محتمل أنه يكون عمر وبالأم دياله لكن في هذا الحالة هالتحليلات عاد ماذا ذا تأكدت باللي هذا الشخص اللي يقاوه ماشي عمر البوليس لحد الساعة ما بقى فهموا له منين هادة اللي قدامهم ماشي عمر ايه واش كون هاد خينا هاد هاد لحظة البوليس حبست قلاب على رامي وبدأك يقلب على عمر بنفسه فمن بعد 24 ساعة شرطة كانت توصل بخبر على أن عمر خضى الطيارة من دبي إلى بيروت وخضاها بيومين قبل الحادثة اللي وقعت في الصارم إذا شنو كان ستخلصوا من هادة الناتجة السيد اللي لقاوه متحلل في البارت ما مع مريم البوليس بدك يشك بأن هو رامي بنفسه ودكشي علش البوليس دغيار بطل الاتصال مع العائلة ديال رامي في سوريا وطلب منهم باش يجيوا يتعرفوا على هذا الشخص وش ولدهم رامي أولا فعلا العائلة حضرت ومن نظرة الأولى أكدوا البوليس باللي الشخص اللي قدامهم هو للأسف ولدهم رامي لكن البوليس باش يزيد يتأكد دار اختبار ديال الحمد النووي دار ما بين رامي وما بين الأب دياله وطلعت النتيجة إيجابية مية في المية هذا هو رامي المحققين من بعد هذه النتيجة ولت عندهم مهمة جديدة ولت عندهم قاتل جديد وبقاء البحث جاري في حق عمر لمدة ديال عام احتاج الوباء ديال كورونا من بعد أتوقف البحث عنه لكن غير تلقى الحدود ارجعوك يقلبوا عليه في بيروت وفي فرنسا احتاج النهار اللي في عمر ستشد في مطار بيروت السلطة اللبنانية ستلقي عليه من قبل و ستسلموا للسلطات الإماراتية لكي تحسنها وكي تعرف الخبايا ديالها القصة كدير هي اسمها سيادنا خطة انتقام ديال عمر كيفاش كانت كيف قلت لكم من بعد ما عمر تناقش مع مريموس المحار وبقاء كي يهدد فيها قدام الناس و قدام الاماراتي بللي غادي يجي النهار فين غادي يصفيها لها و غادي يجي النهار فيها تكرفس عليها وزيد وزيد امشى عند رامي وعمر ليه راسهم زيان باش يقتلوا هذه السيدة هذي و ياخدوا قاعد ذهب اللي عندها و هكذا راه غادي يقدروا يصوفي وراسهم ويعوضوا قاعدك الشي اللي يخسروا ويعوضوه من هالنيت و غادي يتهنوا من مريم و من منافسة ديال الصالون دياله رامي غا سمعت القاعدة فيها الدهب و هو يوافق في البلازا فعلا جا النهار اللي فين غادي ينفدوا الخطة دياله اللي كانت بهذه الشكل هاد اول حاجة در عمر خضم الجسم ديال واحد الكمية ديال الدم درها في قرعة ضبر على واحد الفردي يكون فيه كاتم ديال الصوت تفهم مع رامي باش هو اللي يقتل السيدة و يكون عمر معاها في الصالون هكا باش البوليس من اللي يرجعوا الكاميرات المراقبة ما يشكوش بان عمر هو من الفعلة حيتي لما دارش هكا فهما غادي توصلهم الخبار باللي فيتلي هددها بزمع مريمو و فيتلي هددها بانه غادي يقتلها عمر قال رامي لا شفني البوليس في الكاميرات على انني احتأنا ضحية عمر هما غادي يعرفوا الحقيقة المهم عمر و رامي بقوا مراقبة بين الصالون ديال المريم راقبوها المدة ديال التيام حتى النهار اللي يتأكدوا باللي السيدة كاينة في الماحل بقوا داك النهار عسين عليها احتخرجوا قاع الخدام اللي عندها عاد عمر هزفيد دي مش موم ديال الورد و دراسو جاي يطلب منها السماحة ويعتذر ليها عمر لماذا در هذه الخطة؟ لماذا در هذه العيبة ديال مش موم الورد؟ انه جاي يطلب السماحة اول حاجة كاينة مريم يتبتها و تبقى راسيه ما يخليها تغوت عليهم اللي تشوفه حيث اذا شفت و داخل عليها بالورد سيتتحل و سيتهدى و تقول مع راسها هذا جاي يطلب السماحة على ديال شو هل يدر ليه وهكذا السيدة ما تتفاجئش بالوجود دياله في الصالون وما تبدأ تغوت المهم من بعد ما عمر دخل عند مريم وبقى كي يهدر معها في الصالون المدة ديال الشيئ لتدقائق رامي يدخل و دخلوا و حاطوا واحد الماسكة على راسه السيدة من اللي شافته بدأت كتغوت وبنت عليها الخلعة ديكسا رامي يخرج للفردي دياله و قتلها في البلاسة من بعد دار عند عمر و دار راسه احتهو بأنه ضربه بأنه صفه عليه يعني عمر متل قدام الكاميرات بأنه جات فيه شيء قرطاس أو لجوج و طاح بأنه تود تضرب القرطاس و طاح في الأرض من بعد رامي ما كمل المهمة الأولى مشاكيج للفردي ديالة و طيحته هذا السبب اللي يجعله أن الكاميرات يطفاء و لا يبقى يسجلوا لا يبقى يسجلوا عمر ديكسا عملي تأكد بالخطره و نظف حاله يجب ديك القرعة ديالة الدم و كبها في الأرض على أساس راه هو حتى هو تضرب حتى يبقى الدم دياله وتميه السيدة اللي اسمتها مريم دياجة راه مضربها بالصح و راه الدم دياله راه تميه في الأرض المهم اللي سعلو هزو مريم في الطموبيل و ادعوها الواحد البرطما اللي يكراوها غير باش يخبيوا فيها هذه السيدة حطوا السيدة غير بيد ما اخذوا ذلك الشيء اللي عندها في الدار و هربوا في حالته فعلا هذا الجوج من اللي وصلوا البرطما عمر هنا خذل فردي و تيرف رامي غضروا ضربوا بجوج قرطاسا من اللي تأكد بأن رامي احتوى توفى شدهم حيد ليم حويجهم بجوج و كبع عليهم الملقاطع كبع عليهم على يديهم بشيء 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 و على وجههم بشيء 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 هكا بشيء البوليس من اللي يجي ما يقدرش يتعرف على رامي و عمر بشيء 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 نهائيا حتى السيدة كبع عليها الملقاطع بشيء 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 حالة انهم لقوا غير السيد بوحدته و هو اللي مكبوب عليها الملقاطع الشغول دي لم يبغى يفيق العمال ضرب الحجر و هكا غادي يكون عمر غدر بصاحبه بشيء بشيء يعني الدهب يكون غير لي هو بوحدته ما يتقسمش على الجوج و في نفس الوقت بشيء المجرم يبقى في عيني البوليس هو الضحية و هكا البوليس غادي يبقى ديما يقلبه غير على رامي من بعد هذه الاعترافات كاملة و من بعد ما البوليس استأكد من الأقوى دي العمار عمار داز قدام قاضي التحقيق و في النهاية التحكم عليها بالمؤبد أما الضحايا تسلموهم عائلتهم بشي يدفنوهم في بلادهم و هنا سنكون وصلنا لختام القادية اليوم يلا نشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله و إلا عجبكم الفيديو لا تبخلوه شعلينا بدعمكم للقناة وهود برك على أبوني لكي يبقى يوصلكم الإشعار قبل ما نختموه ضروري نسمعكم الدعوة دي الخير اللي يولفناه الله يكتب علينا ما كاتب الخير ولا يخرجنا من الضار العيب بالعيب الله يرزقنا حسن الخاتمة و يجعل أخرنا حسن الأولنا و يجعلنا خفاف ضراف على قلوبكم أخوتي و أخواتي اتوزوا بخير و نتلقوا إن شاء الله في نفس المواعد صلى الله السلام عليكم أخواتي و أخوتي العزيز نتمنى أن تلقاكم هذا الفيديو و أنتم في أحسن الأحوال و نطلب من العليل قادرة أنكم تكونوا بخير و يرزقكم الله الفضل والتسير و الرزق الكثير مرحبا بكم معنا في قصة جديدة و بلا ما نطول عليكم ندخلوا مباشرة في سر التفاصيل جريمة اليوم عبدالطيف تزاد في 1963 تجوج بأحد سيدة اسمية هوافاء بن صامادي و أولد معها جوج بنيات و أوليد واحد عبدالطيف معروف في المغرب لأنه من المشاهير و عضو في حزب سياسي كبير نهار 7 مارس 2017 معادي تسعود و مصدية من الليل من اللي عبدالطيف سألت خدمة له هزت الموبيل و ما طريق الدار لكن وهو في الطريق تصلت به واحدة من ابناته و طلبت منه يجيب العشاء قلت له رمى ماما لم يكن هناك في الدار و أخوتي رمى هم تشاهد شيئا من برا من غير الماكلة من الدار عبدالطيف تقديد ذلك شيء خاص و جاء الدار ديالو دار ديالو عبارة على واحدة فيلا في حي كاليفورنيا مدينة الدار البيضاء مع ذلك العشرة عبدالطيف وصل لدارو و بدك يتسنى بدك الباب الأوتوماتيكي يتحن لماذا يدخل موبيل ديالو في هذا الوقت وقفت عليه واحد طموبيل و داك خينا اللي فيها ترى في السيد ثلاثة ديال القرطاسات جوج جوه رأسه والثالثة في صدره من بعد هرب الطموبيل والسيد بقى غارق في الدماء الناس اللي سكن في الحي غير سمعوا الصوت ديال القرطاس خرجوا كي يجريوا من اللي شافوا ماذا نوقع كل شيء تصدر القرطاس هذا في الحي ديكسا تصلوا بالبوليس وخبروهم كوميسارية الذين ناضطوا فيه من روينة السيد شخصية مهمة في الدولة والقادية فيها القرطاس ووسط الزنقة في الساعة البوليس والإسعاف حضروا في البلاسة من اللي وصلوا للتماء قلبوا السيد القوامات تخبرت نيابة العامة وهذه السيد المركز تشريح الطيب البوليس في ذلك اللحظة حوط البلاسة التي تقتل فيها تشريح الطيب لأنها لا يدخل فرقة منهم بدأت تتقلب في مصرح الجري مع الله يجبوا شيئا التي تفيدهم في القادية فرقة الأخرى بدأوا يستجوبوا الناس الذي في الحي لا يوجد حياء كاليفورنيا كما تعرفهم الأحياء الراقية التي كانت في الدار البيضاء في الليل لا يجبوا شيئا في الزنق لا يدخل لغير العساس التي كانت في بوكس وفعلا في ذلك الليلة هناك عساس الذي رأيت ما يتم بالضبط رأيت شيئا هذا العساس قال بوليس من اللاعب الطيف كان يريد أن يدخل الطموبيل في الساعة ووقفت واحد طموبيل من نوع السيد والسيد قاس لور واحد آخر قاس اللور وحل الججاج وهذا قاس اللور سوف يحبس الطموبيل وخرج واحد سلاح وطيره وتلطيف ثلاثة القرطاسات من بعد هربوا بالزربة البوليس والعساس كما قدرت أن ترى الرقم السيارة المترجم للطموبيل قالهم لا كان يمكن طلام وداز الأمور بالزربة ولم يمكن أن نعرف المترجم للرقم في هذا الوقت البوليس تضع فرصه بالقضية رغم أن تكون غير تصفيات حسابات في الأحزاب السياسية حيث هذا النوع من الجرائم مقليل في وقع في المغرب إلا أنه عمره وقف في المجال السياسي وإذا كنت يعمر هذا وشخصياتك مزيانة هذا الشيء لا سيحميك هذا الشيء لا سيقول بأنه لا يوجد أعداء قاعد دروري لا يكون واحد حقا المهم يؤكد السبب هو القرطاس وهذا النوع من القرطاس من اللي عرضوا على الخبراء توصلوا لنوع السلاح اللي خرج منه هذا القرطاس السلاح اللي تقتل به مرداس هو عبارة على واحد الخماسية واحد مكحلة اللي قد تستعمل في السيادة وحاجة أخرى تأكدوا من هذا الشرطة وأن هذا خيناه هذا اللي تيرى في مرداس كي تكون مزيان استعمال هذه المكحلة القرطاسة ثلاثة اللي خرجوا من السلاح أحدا وحدا فيهم كاملا فيه جوج في الرأس وحدا في السلح اللي يقتل يعرف يضرب مزيان يعرف يستعمل السلاح هذا الشخص اللي تيرى هذه القرطاسة سيكون واحدا من الجوج يا إما قاتل محترف شي واحد كاريه يعني يملف على السلاح يا إما واحد من ذلك الناس اللي كي يصيده في الغابة كي يصيده على الحلف والعجل يتدوم الناس اللي يقدروا يتقنوا استعمال بحل هذا النوع البوليس بالنسبة لهم هذه المعطيات ماذا يدروا هنا؟ كانوا يقلبوا في السجلات الضحية عبدالطيف وماذا كانت لديه عدوة مع شي حد من قبل وماذا كانت لديه مشكلة ونزاع لكن للأسف لم يقلقوا شيئا استجوبوا الناس الذين يعملوا معه المعارف دياله حتى واحد لا يقولها فيه خائبة كل شي كي يقول السيد العمر هذا كان الناس تشهد بالصمعة الطيبة بقتل عائلة دياله عبدالطيف خلوهم البوليس والأخرا بيد ما فاقوا من الصدمة اللي عندهم ما سهلش عليهم هذا الشي اللي وقعوا الطريقة اللي تم بيها البوليس بدك يستجوب الزوجة ديال الضحية وبناته وواليده أغلب أفراد العائلة أخذوا الأقوال دياله كل شي يشهد بالليه السيد عمره ما كانت عنده شي عدوة مع شي واحد من غير وفاء اللي هي الزوجة دياله وقالت وحد مسأله كانت هضره مهمة هي الواحدة اللي صرحت بالليه الضحية قبل ما يموت كانت عنده عدوة مع أخوه خاطبته البوليس لا يفهموا كلها كانت مراته كيف أنت مراته كانت مراته وعنده خاطبته قلت لهم وفاء اه يا سيدي أنا مرته لكن عبدالطيف ما كانت هذه تلقى مع أحد البنت صغيرة في العمر هذه البنت اسمتها خولة وكانت تسكن في مدينة بنحمد هذه البنت كانت بنت صديق دياله صاحبه كان ديما يعاونه في الحملات الانتخابية من اللي عبدالطيف شافها عجباته ديكسة مشخطة بها قلت له أنا وصلتني الخبار قلت له لأنه لديه علاقة مع ابنت لكن درت فراسي أنها غير نزوة وعابرة قلت له واحد من خوت خولة اسمته مصطافة عنده 27 عام جاء احتل بب ديالفيلة وبدأ يحيي على رجلي السببب هو أنه لا يحتل بين رجلي وبين خولة وهذا التصور وبدلعو في الانترنت لأخذ الخولة من اللي وصلته الخبار جاء حيي على عبدالطيف في الدار دياله وبدأ يهدد فيه قدام الناس بللي غادي جي لنهار اللي غادي يصفيها عبدالطيف مرداش بديك شوها مرداش بديك الهضرة اللي يدار له داك الدري في وسط الحي داك شعلة مشارفة عليه دعوة وتعتقل فيها مصطافة لكن من بعد تدخل أبي دياله حيث هو صاحب عبدالطيف الروح بالروح وعاد ثاني تدخلت خولة ومقت تطلب في عبدالطيف لكي يسمح أخوها وهذا ما كان عبدالطيف امشى دار المصطافة التنازل واخر السيد من الحز وفي مرة عبدالطيف قالت البوليس بأنه يشك في هذا السيد على الشك قالت له هذا هو عنده ضاسية في الكحل تقريبا هي الطموبيل التي تقتل بها الضحية والذي كانت تهزده كالذي قتله البوليس من بعد ما تأكدوا من هذه المعطاية كاملة اعتقلوا مصطافة اعتقلوا وعندها هو السيد هو المشتبه به رقم واحد في هذه القضية في التحقيق مصطافة نكرت تهم كاملة التي توجهت له وبقشد في الأقوال قالهم بالصح كانت بينه ضحية عدوة كبيرة لكن هذا الشيء لم يصل إلى القتيل قالهم أنا نقشت بسبب التصور وفي لحظة الغضب كانت غوة وكانت تحيلف وكانت تهدد بأن نعصف ولكن هذه تهديدات شفاوية لا تصل إلى أن نقتله البوليس الذي يقضل مصطافة على داسيا قالهم فعلا كانت لديه داسيا وكانت لديه وكانت لديه وكانت لديه شرطة أخذوا تصاحبه وكانت لديهم المركز وكانت لحق معه قال فعلا ما قال مصطافة قال مصطافة أقصد وكانت لديه السيد وكانت لديه ألم تقتل في هذا السيد الذي اسمته أبو الطيف لا كانت أقصد أصلا أنا لا أعطيت بها في الخارج تكون جاءة وكانت تتأكدوا من أقوال فعلا وكانت تتأكدون وقت في الجريمة كانت في الديار الأوروبية وكانت استجوب الناس الذين يساكل فيه مصطافا. الناس كاملين اشهدوا بليه مصطافا في ديكل الليلة ما بين تسعد والعشرة ما بين تسعد الليلة والعشرة الليلة وقعت فيه الجريمة كان قاسم مع صحابه في القهوة. امور العشرة قال مصطافا خرج ومشمع شي درائري ما نلقى هو. امشى وقل سوف واحد محنابة بدو كياكله. كلا واحد كاسكروت منه. جوايا العشرة ونص مصطافا كان غير في الدرب مع الدرائري. وكل شيء يشهد بهذا يعني الوقت اللي تقتل فيه على الطيف. مصطافا راه كان مع صحابه في مدينة بنحمد. هذا الشيء اللي اكدته حتى الكاميرا ديال المراقبة. سواء ديال القهوة سواء ديال المحلابة اللي كان قاسم فيها مصطافا. الشرطة من بعدها التحقيقات ما لقاتت حتى شي دليل اللي كيدين مصطافا باللي هو القاتل. ديك الساعة تلقوا الصراحة دياله ومشابحه ولكن تطلبوا منه ما يسافر شي بلاصة. حيث في اي وقت قد روي على اي طوله ربما يحتاجه. البوليس هنا ولي الكبار. واحتى الاعلام ما خلاش من حقه. القضية ولات قضية رأي عام. هي ولات القضية رقم واحد في المغرب. وما كانش اللي ما بقاش فيه لا هاد السيد ولا الزوجة دياله وعائده. لان الطريقة اللي تقتل بها الطريقة خايبة بالزال. الارمالة دياله ولات حالتها حالة. وفاء الضامن معها الشعب المغربي كامل. لا من الصغير ولا من الكبير. وفي اي استجواب كانت تكديره مع شي من براء اعلامي. كتلقاها كتطلب من جلالة المالك كي يتدخل في هذه القضية شخصية. وكتقول لهم باللي رأي ما يرتح قلبها حتى يتشدمون هذه الفعلة هذه اللي يتمليها ولادها وحرمها من زوج ديالها. وفعلا المخابرات حتى هي تدخلت في هذه القضية. وبدأوا واخدامنا على هذه الملف ليل ونهار. قالوا على الله يتوصلوا لشي حاجة. وما داشت بزاف ديال الوقت. البوليس ستجيهم واحد الخبار في شكل. هاد الخبار كتقول باللي رأي زوجة ديال عبدالطيف اللي هي وفاء. النهار الثاني من بعد ما تقتل. النهار الثاني اللي تقتل رجلها فيه. مشات البانكة. وسحبت مبلغ كبير ديال الفلوس. ان واحد الحساب كان مشترك بينها وبين رجلها عبدالطيف. من مور هاد الشي. هاد سيدة مشات خرجت شهادة الوفاة دياله. وبدأت الإجراءات ديالتصفية التاريخ. هاد الغياء. البوليس جاءهم العجب من هاد السيدة هذه ومن هاد الخبار اللي كيقولوا عليها. السيدة في الوقت اللي كيخصتها تكون مصدومة وحالتها حالة من هاد الشي اللي وقع الراجلها. وعدار ما كتخوش عليها بكثرة العزاية. وممكنش يكون عندها الرأس تفكر في الفلوس والورد وكاده وكاده وكاده. البوليس من اللي مشا عن السيدة. ومن اللي كان كيستجوبها بكثرة مقهورة على رجلها. وما كتخوش عليها بشوية. الشرطة هنا استدعت وفاة. وطلبوا منها تفسير لهذا الشي اللي وصل لها. وفاة جاوبة الشرطة ان ذلك الشي اللي دارت ما فيه تشي حاجة ماشي قانونية. قلت لهم الفلوس اللي خرجت كانت محتاجة لهم. وذلك الشي اللي دارت بخصوص تحسن التاريخة ما هو غير حقها وحق ولداتها. الشرطة هنا ما عندهم ما يقول. جاوب ديالسيدة مقنعة. لكن الحاجة اللي ماشي مقنعة. هي الطريقة اللي هادرت معهم بها هذه السيدة هذه. الطريقة اللي هادرت بها كانت مختلفة مية وثمانين درجة. وفاة كنت كتجاوب البوليس. وكتهدر معهم. بطريقة في شكال. تتسيدة حيقة فرأسها. وكتتصوت. وكتتحيح. وبغى توصل لهم بأنها ممساليش كل مرة يبقى ويجر جروه فيها. وأن هذه رمشي سبب تعيطوا لي عليه. ديوا تسولون على اشتريتي بفلوس. النهار الثاني اللي لم يطراج لك. السيدة لم تبقى اثنين وكتلعب فيها هذه المرة المقهورة اللي لم يطراج لها. والسيدة ولا تشخصية اخرى. المحقق المليسة لو استجواب ديال وفاة. حطوها في راسه. وداروها ما بين عينيهم. وما خلوش هذه المعلومة اللي وصلتهم. ولحتها الطريقة اللي كتهدر بها معهم هذه السيدة وفاة. أتمر مرور الكرة. شنو داروا البوليس فهذه اللحظة. البوليس بدأوا راقبوا التليفون ديال مرت عبدالطيف. اربعة وعشرين ساعة اربعة وعشرين. هنفين سيلاحظوا باللي وفاة كتتواصل مع واحد النمرة بزاف. وهذه النمرة كتشدنا على هضرها بسواية. البوليس من اللي يقلب على شكو المول هذه النمرة هذي. عرف باللي هذا الرقم ديال التليفون كيرجع لواحد السيد سميته هشام مشتاري. عنده ربعين عام. مستشار جامعي عن حزب تجمع الوطني الاحرار. من بعد التحريات عرفوا بان هذا السيد هذا. راه من الأصدقاء المقربين ديال عبدالطيف. البوليس بدأك يشك في هذا الشيء. شنو السبب اللي يخلي وفاة? تبقى على تواصل النهار وماطن ما هد سيده بسواية. ذاك شاش محققه? تعمقه في البحث دياله. وهنا توسطل واحد الحاجة اللي غادي تزيد تأكد شكوك دياله. مجانب ان السيد مستشار وصديق مقرب بالعبدالطيف. البوليس توصل بان هاد السيد كيمارس واحد لهواية اللي هي السيادة. واللي اكد لهم هاد الشيء هما تصاور اللي لقوا في الفيسبوك في الانترنت. اللي كتبين انه هشام اه كاعي سيد في الحجل. كاعي سيد في الحلف في الغابة ومصور معدك شي. هاد المعلومة عاد مازا تأكدت الشوكوك ديال البوليس. هاد الفتقر الاولي اللي يصدر مباشرة بعد الجريمة كيقول بالسلح اللي تقتل بعض الطيف. هو عبارة عن بندقية ديال الصيد. البوليس ديك ساعة مشاو يفتشوا الدار ديال السيهيشام مشتاري. وبالفعل من بعد تفتش الدقيق غادي يلقى واحد الخماسية امخبية تحت النموسية ديال. ديك ساعة حيضل سيهيشام تليفون واعتقله باش يبدو مع التحقيق. هشام من بعد ما المحققين بدو مع التحقيق انكر جميع التهم اللي توجهت له. وقال باللي عبدالطيف صاحبه. وما يمكنش يدير في هاد الحالة هاتي. علاش يدير في هاد الحالة. لكن وسط التحقيق غادي توقع واحد الحاجة اللي مكانش على البال ديالهيشام. وسط ما هما يحقق معه التليفون ديالهيشام غادي يصوني. المحقق من اللي غادي يقلب النمرة. باش يشوف شكون هاد اللي كي يصوني عليه. غادي يلقى النمرة ديال الوافاء. مرتع بالطيف. هنا البوليس طلب من هشام باش يجاوب السيدة عادي. جاوبها عادي. كي يدروا له اشارات. قالوا له ما تحاولت بي اللي اتشي حاجة. حيث السيدة اصلا بقى ما عارف اوالو. بقى ما عارفش قاعدش اللي واقع. المهم هشام من اللي يجاوب وفاء. ومن بعد ما سوولوا في بعضياتهم. كي ديالة باس بخيل حبد الله. وفاء هنا غادي تبدأ تنقره وتبدأ تشكي على هشام. وغادي تبدأ تقول لي. بللي هادوا راقهروني بالتحقيقات. كل مرة غادي جاي عندهم الكوميسارية. واحتى استجوابات ديالهم بدو يخلعوني. عندك غير مشوا يوصلوا لنا. هاد موكالمة بوحدتها كانت كافيلة باش البوليس يمشي ديالك الساعة ويعتقل وفاء. ديالك الساعة مشوا عندها واعتقلوها. من بعد ما البوليس يعتقل وفاء حيث لها التليفون وحطها تحت تدابير الحراسة النظرية. البوليس قبل ما يبدأ تحقيق مع وفاء. اعرض التليفونات بجوج على الخبرة الجنائية الخبرة التقنية. باش ياخدوا جميع اتصالات والمساجات اللي كانت بين هذه الجوش خياتنا هذا. ودهك الشي اللي غادي يتوصلوا ليه من بعد ما يقدر يتقو التشي واحد. غادي يلقى ومساجات اللي ما شتل ليه بين هذه الجوش. وتصاور وكذا وكذا. وحتى النهار اللي تقتل فيه عبدالطيف. البوليس غادي يلقى رسائل حميمية ما بين هشام وفاء. يعني هذا الدليل على ان هذه الجوش كانت تربطهم علاقة غير شرعية. زيادة على هذا الشي. الشكل اللي بده يتأكد منه البوليس مية في المية هو انه وفاء ابن الصنادي وهيشام مشتري عندهم علاقة بالمقتل دير عبدالطيف. البوليس من اللي واجه هشام بدك شي اللي توصل ليه. ومن بعد الضغط كبير على هشام. غادي اعترف بانه بالصح عنده علاقة غرامية مع وفاء. لكن عين كل انه عنده شي علاقة بالمقتل دير عبدالطيف. اكد ليهم بالليراه وفاء هي اللي قتلاته. البوليس من اللي واجه وفاء بدك شي اللي توصله في الميساجات بينها وبين هشام. في الأول نكرت. قلت لهم اللي ما عندها حتى شي علاقة بدك تسيد. قلت لهم هشام فقط صادق. هو صاحب راجلي وتعرفت عليه وتانا قول بانه الصادق ديالي. قلت لهم ما كنت شي علاقة اللي تقوله غرامية وكذا ولا كذا. مكلا علاقة ولا هم يحزانون. لكن غاقلوا لها بانه هشام راح تعرف بالعلاقة اللي بناتكم. ويقول باللين تلقت التراج لك. السيدة جهلت تعصبت. جاءتها واحد لحالة هستيرية. وبدأت غيكة تغوته وقدره في المكتب. قلت لهم هو اللي قتلوا. قتلوا بسبب غيره ما شي هنا. وإلا بغيتوا تعرفوا الحقيقة وبالآدلة أنا أعود لكم كل شي. وقسموا التقطق تسير معيكم. وفقت البوليس بأن في واحد الوقت التصرفة ديال عبدالطيف قدلت معها. قلتهم من اللي بديت كنشك فيه درت تحريات ديالي. وعرفت باللي عبدالطيف عنده علاقة مع بنت اسميتها خولة من بدينت بالحمد. قلت قلت لي هم هاد شي اللي خلاها تبدأت تلتاج بواحد الشوافة اسميتها رقية بنشهبه. واللد كنتمشي عندها. باش تشوف ليها شنو كين. وتصاوب ليها شي سحور اللي يخلي عبدالطيف يتفارق مع مع خولة. قلت له ولكن هاد شي منفع بوالو. عبدالطيف كان يبغي خولة بزاف. وصلت به الدرجة انه مشخطة بها رسميا من عند الاب ديالة. من بعد جاء عندي باش نعطيها الموافقة باش يقدر يتزوج من البنت. قلت يقول الوافع من اللي يطلب مني هاد شي ادبزت معه. وعاد ما زادت المشاكل بناتنا. ومن اللي يتأكد من الرافض ديالي بدك يهدد فيها باطلاق. ما بغيت يشتط الموافقة عن طلق. هي في ذلك الوقت الصدمات كتشوف باللي الراجل اللي وقفت معاه وصبرت معاه عن الحلوة والمراحته ووصل لهذا المنصب هذا. في الاخير قلب عليها وبغي يجيب عليها بنت صغيرة تكون هي ضرتها. رقية بن شهبون اللي هي الشوافة كان عندها واحد خوها. مش يخوها شقيقها. هاد خوها هو هشام مشتاري. من اللي وفاء بدأت كاتمشي عند رقية وكتعود لها شنو كاين. رقية هادا كشي اللي كتعودوا لها وفاء. كاتمشي تحطوه له هشام كما هو. رقية واحد شوية يبال لها البلان. وهذا الطيحة له هشام واحد فكرة. كتلو السيدة مقهورة او طائبة من الجهة رجلها. هذه هي الفرصة لكي تتقرب منها. كتلو المرامل كتكون مدارزة مع رجلها اي واحد يقصها كتبشي معها. اي واحد مسألة بغيت نبهكم لها. نصح واحد اشعة اللي كانت كتدور على الحياة الوفاء انها كانت تخدمها الشيخة مع ويد الحوات. اللي كان هو رجلها قبل ما يتزوج بها عرض كاللي جبقاء فيديو ديالها كتغني. لكن واحد النهار در واحد اللقاء مع ويد الحوات براسه وصولوا على هذا الموضوع. قال لهم السيدة مع مراتة كانت شيخة اصلا. كتلو المفعل ان كانت مراتي هاديك من قبل. تجوش بهم وهي مازالك تقرأ. لكن من بعد واحد اللقاء ديالجواج تروا بيناتنا شي مشاكل وطالقنا. اما الفيديو والصورة ديال السيدة اللي كده وللأسس انها وفاء. قال لهم هاد السيدة هادي اللي في الفيديو رسميتها العيدية. وهي رامل الفنانات الكبار. اللي انا براسي تعلمت على يدها. مهم كان هذا مجرد توضيح للناس اللي يقولوا بأن وفاء كانت شيخة عند ود الحوات. نكمل لكم نخص. هشام مشتري تعمال رأس من طرف اخته. ارقية اعطان نتيجة. كل مرة بدك يحاول تتقرب من وفاء اكتر اكتر اكتر. احتى ولو هذا الجوش يبغي بعضياته. وفاء شافت في هشام ذاك الراجل الذي يقدر يعوضها على الخيانة من زوجها. لكن هذا لا يكفي. في واحد نهار وفاء ستحزي التليفون الراجلها و ستقلبه. هنا في ستجد صور حميمية ما بين خولها و بين راجلها عبالطيف. وفاء لم تصبرت على هذا الشيء الذي ترى قدرينها. ما حدثت؟ تلك الساعة تضروا التصاور و نشرتهم في الانترنت. نشرتهم في الفيسبوك. و الفضيحات بارتاجات. و ماذا وصلت تحت الأخي الخولها. اللي اسمه مصطافا مصطافا جاحية على عبالطيف. جاحية عليه في الفيلا و بدك يهده بالقتل و اقدم الناس. عبدالطيف دخل هذا السيد الحبس. ولكن في التالي دهل التنازل و خرجه. هذا المشكل سيجعل عبدالطيف يزيد يأكد على وفاء تسني له الموافقة بشي تزوج بخوله و يساليه من هذه المشاكل كاملة. نهار سبعة شهر ثلاثة 2017 عبدالطيف و وفاء سيصبحون منوضين صداع كبير على الصبح و بسبب خوله. هنا وفاء لم يكن تصبر. سيخرج عبدالطيف من الدار عيطت لهيشا عيطت له كاتبك و عودت له كل شيء اللي وقع مع رجلها. و قلت له انها خاصة تفك من عبدالطيف اليوم قبل غدا. السيدة مبقعت تحمله. السيدة بعد هذا الشيء كامل اللي دارت معه. السيدة يجب عليها الدارة. قلت له وفاء هشا موافق في البلاسة. ولكن سيصبحوا كيف سيصبحوا له. قلت له وفاء بالليل بنت اللي رجلها في علاقة معها عندها واحد اخوها صعيد. و راه واحد النهار جاهي على عبدالطيف و هده بالقتل قدام من الناس. قلت له هدخوها ارا عنده واحد ضاسية كحلة. فانت غادي تدبر على سلاح وتدبر على شيء طموبيل ضاسية اللي تكون لونك حل. و انا سوف نحاول نجعل عبدالطيف يدخل للدار بالليل مع الطل. الوقت الذي وصل فيه عبدالطيف للدار سوف نعيط لكم ونعلمكم. قلت له الغارة يجب الساعة و هرب. والبوليس من بعد من الذين يأتيوا يقصوا الشهود يقولون لهم عن كحلة. اول واحد سيتتهمه يجيبه هو مصطافة الاخذية الخولف. وهكا سيضربنا جوجد العصافير بحجرة واحدة. اطحننا خولفخوها وصفتنا عرض الطيف الاخرى. السيد فهم ذلك. عايت لواحد والد اختيو اسميته حمزة. حمزة مقبول. قل له اتضبر في شيء سيصير كريهة. وتكلون كحل. وهذا العشي يخلط عليه انا بغيتك في شيء حاجة ضرورية. حمزة قال لخاله واخها. انا غير نسري لفاك ديالي ونقضي لك الغارة ونأتي عندك. هشام وجد المكحلة دياله. ووجد مها واحد جوجة تقاشيرات اتقبهم من جهة العيني. لكي يدعوهم على وجهه. لكي لا يتعرفونه. من اللي وصلت هشام وحمزة كانوا قراب من الفيلة عبد الطيف ويتسننه. جوائي تلك العشرة اللارو بوافقة عيطت لهم. تصلت بهشام وقالت لوجد راسك عبد الطيف وصل. عبد الطيف غير الحق. وصل قدام القراج ويتسننه لكي يتحل لكي يدخل تقابلت مع هشام بداسية وترى فيه هشام موهر مع وضغته في الطموبيل. ستفكر بانه خصويته من أدوات الجريمة. ديك الساعة طلب من حمزة وضغته لكي يأخذ طموبيل الطاسية يدخلها عنده وركبه في طموبيلته ومشل واحد الخلاق جاءت المنطقة الهرويين ودفن التقاشر والقرطاس ودفنها ولكن من بعد تفكر بالرأي دياله ما سخاش بها ادهام عهل الدار وخبات حنامو سيده لماذا هشام تلقى بوضغته حمزة وطلب منه باش يمشي لتوركيا قالوا سير لتوركيا حتى تهنا الدنيا عاد يرجع ووعده هشام اللي هو يتكلف بقاع المصاريف دياله في توركيا غيره يبقى مخبيته وما يرجعش للمغرب ما يرجعش يقول له ودك الشيلي كان حمزة هرب لتوركيا من بعد تتبعه متوحشة نهار 27 مارس 2017 حمزة تعتقل من طرف السلطات التوركية من بعد ما توصلوا بمذكيرة دولية من المغرب نهار 13 أبريل 2017 توركيا سلمته للسلطات المغربية من بعد 10 شهور على مقتل حكمت المحكمة على وفاء بن صمادي بالمؤبد عيشة مشتري بالإعدام حمزة مقبول ب30 عام ديال الحبس أرقية بن شهبون ب20 عام ديال الحبس بغايت نسمع الرأي ديالكم في هذه القادية هذه واش تقدر الوافاء تكونوا وسطة رأسها لهذا الشيء غير السبب الغيرة ولا شيء أخرى اللي ما بينتش في القادية سنة التعليقات ديالكم على هذه القادية وكيف ما ولفنا مع بعضياتنا في الأخر نأخذوا العبرة ونختموا به الدعوة ديال الخير اللي ولفناها لايك تبع لنا مكاتب الخير والله يخرجنا منظر العيد بالعيد وارزقنا حسل الخاتمة ويجعل أخر نحسن أولنا ويجعلنا خفاف درافة لأقلوبكم اخوتي اخواتي تدوزوا بخير لقد انشاء الله في نفس التوقيت صلق اخوتي اخواتي سامعكم اتمنى تكونوا بخير وارزقكم ربي التاسين جريمة اليوم وقعت في عام 2001 في مدينة الضار ربيض واحد سيد تاجر ويبعوه يشري في ذلك الحويش عنده واحد محل في القيصرية هذا الراجل تكون في عمره تكون ٤٨ عام مزوج وعنده اجهز الوليدات وثلاثة بليات هذا السيد هذا شوية إنسان عصبي وحدودي علاقة مع ولاده علاقة شوية متوترة ومحدودة كيف كان تقولوا ما ندصر عليها ولاده كي يدخل في الحانود وفي العشية يخرج من الصباح في داره و تعيش معهم و الناس يقررون أولاده و يقررونهم و يلبسهم و يصببهم و لا يريدهم حتى أشياء خير ولكن هذا السيد وصلت لوقيته و يريد أن تلمعه و يجعل ذلك الحانوة في القيصرية و يشاكرا للمجازة كبيرة و وصل المدينة و يكبر مشروعه السيد لا يبقى عنه الوقت و يخرج من الصباح في داره و لا يرجع حتى الثلاثة الوحدة هنا مرته بدأت تشك فيه السيد يخرج في الصباح و يدخل مع الطلب الليل و يمشي نيشاني ناس و يصل إلى مهدود و لا يهدر مع أحد و لا يتكلم مع أحد هذا السيد الذي لا يعمر معها و لا يحضر معها و لا يحضر معها و يدخلها و يقوله ما تقرر في مدينة و يدخل فيها و يقمعها السيد يقول له يعمل مرته و أولاده معاملة صحيح و لا يحضر معهم بزياره و فيما يسولوا عليه شيء يبدأ يغوط عليهم و يقولهم ما تقرر فيها و لا يحضر معكم و يدخلوا سوق راسكم هذه المرأة عندها سيدة صاحبتها و عشيرتها يأتي عندها الضار و تعاونها في الخدمة نهار أو يومين في السيمان و تعاونها في الشقة صاحبت معها و لا يتفرقوا النهار و مطار و هم مجمعين لديك المرأة مع غيرهية و راجلها و مع الدها دراري تقرروا مياكل و تأتي تضل عند صاحبتها واحد من نهار هذه المرأة مرته التاجر و سميتها ناجات قلنا بدأت تشكي على صاحبتها من ذلك الشكل يشك في راجلها يقول راجل يتبدل عني و يدخل للدار مع الطال و لا يحضر معي و لا يتكلم معي و لا يحضر معه و لا يحضر معه و لا يحضر معه و لا يحضر معه السيدة توسوست و تهولت من جهته قلت لها صار حار نبديت نشك فيه و غالبا يقول لك يعرف شيء واحدة عني و يمشي معها و يكون مزوج بها قاعد في خفاق لا يحضر لك دخلتها الجوج الوحدة و لا يحضر تجارة تقتل هذا الوقت لا يحضر تجارة لا يحضر هاوي في هذا الوقت إذن هذا الراجل قلت لها لديه بلاسة يمشي لها هذا الراجل لم يكن لديه دار أخرى و مرأة أخرى مزوج بها و هي اللي يرتع عندها في الكثير من هذه الخدمة الراجل يخرج بكريم في الصباح و قلت لها لم يكن لديه الوحدة لذلك الماكلة يأكل في الزمن أنا أجدرت هذه السيدة و تصيفت هذه السيدة التي تأتي عندها تعاونها و ترسلها لكي تحضيلها راجلها لا ترى كيف يكون النهر كامل في المحل و لا يخرج و ماذا يتلاقى السيدة صعبتها فينا قد تفكر كيف ستحصل على تراقبه إذا لمشت هي و بدأت دورتها في المحل السيدة أصلاً يعرفها و سيشك فيها ماذا ستحصل على الراحة و ستحصل على أيها المقابلة و تصبح أحد تحضر السعلي و تشدت عامة أولدها قلت له أنا أولدي أن ينجد و ستقل في بلدي و أنت على ما يضع إلى مزيح و قالت لي أنت مزيحة و قالت لي أن تقبل لي قالت لي أمو ماذا أنت تستطيع في قابلها و لم تحصل و مزيحة السيدة طردة أن تقلوا كل شيئ أحصل لها قالت له و مرت ورها صاحبتي وهو لا يمكن أن تابع الطريق العوجة وبغيتك تأكد لي أعطيه واحد ثلاث يام من وقتك ثلاث يام خصصه له من الصباح تليم وحتى وقت الماكلة لا تجيش دير كاسكروطات بره وقلس في القهوة ونحن ندور معك مزيان الدري فعلا راقب هذا السيد هذا مزيان وقال لأمه نهار كامل ونحن نهار كامل السيد لم أخرج من المحل الهن نهار كامل أعليه الدرك بزاف وخدام مزيان وكليان وكثير ومن الدخول يدير كثير ووحتى الماكلة كي يجيبها له الخدام ويجيبها له ويجيبها في المحل وهذه قهوة لا يقللش فيها وخاكينا وحد قهوة مقابلة معنا قال له هاذ قهوة التي تكتبت بها مقابلة ومتبئة بعيني قال له مرة مرة يخرج غير الخدام ويجيب له قهوة كم تراجع ويجيبها لكن المرأة وخامجة تعودت لصعب هذا الشي أبقى عندها شكف رجلها أماذا تكدر؟ أماذا تجعله يومياً حتى يأخذ الضارين عسل في البيت دياله تقول وحداً بناتها قل بي لهدك تريفون وتشوفي لي معا منك يهضر معا منك يتكلم ولكن وخاها كما حصلت عليه تداليل بأنه متورط في شيخيانة زوجية نخليه الأمور هنا واحد منها معاشي ثلاثة ديال العشية السيد كان خدم في المحل دياله محال دياله احتى طحف الأرض سخفان اهزوا هذا المحل دياله والدوها للدرد أولاده قالوا ليه قالوا ليه سيدي لماذا؟ أنا بخير ما عندي واب ربما غير تنصير السيد والله غير يوقف يحسب الضوخة ويقوم فاذا يبقى عن الطميب؟ قالوا ليه لا يوجد شيئاً وطلبوا له تحاليل من الأخير التحاليل أدىهم ليه بشقراه قال ليه لديك ميكروب في المصارم وغادي تكون هناك شيئاً اللي ربما مسموه ولا قديمة أولاده مرثو قالوا ليه ربما غير الماكلة الزنقة التي تأكل بره كانت تأكل بره قالوا عن قندل لك الماكلة في الدار وعديها طاصة البلاستيك وبقى يدين مكلتمها واحتلقها وقتح ولكن هكاك سيد صخفان ومهله مرة مرة وكتاح في المحل دياله وصلت واحد لوقيتها لم يكن يقدم المحل النهائي مخطرة خدامة في بحضهم لم يكن يبقى يبينه والوالو الروسي تقللت كثيراً المرة قالت لنشمر على أدراعي لنقابل بيديك ومشت واحد ثلاثة ولكن لم أعرفت ما تقدم ولا تؤخر كل شوية يأتي عندها واحد من جمال أسحاب السلاح لا أصبح كانت قدق لا أخذت عفضت محيطها والكليل 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 مهلا لم أعرف أي أنه لم أعرفت ومهما من الموضوع السيدة لم أعرفها مدية ومعها ومعها درادي أولادها ومعها ومعها حسابة ومعها وانت سدد وانت بحالها لتقابل رجلها ولداتها. كرة دي المجازة كيت تحسب عليها. بدأوا كيتجمعوا ليهم الشهورة. من اللي ملقوا باش يخلصوا السيد تلقوا الكرة. هو ما خدامش. وعيب قيت تحسب عليها الكرة. والكرة غالي. الله ما بنقسم انه قال. مو الكرة من اللي شاف الحالة دي السيد انه ما بقاش قاد لا ينض ولا يهضر. واحتوجهه بقوي بانه في غير العظومة. السيد نقص بزا. اسمح له في شهرين ديال الكرة. ولكن قال لمرته انا خلفتي على الله. وراجلك كلينة مع طرف ديال الخبز. ولكن الله يرحم لك الوالدين. ما تبقى يشد ديال المحل ديالي. اجيه ازع لي اسألعتك. اديها من المحل. وما غليش نفوت تلتيان. اسرع وقت. فعلا لما ردت معها واحد ولدها. ومشرت عندك صحاب المحلات. صحاب رجلها. قلت لي هم اديوا عليها السلع ديال المحل جملة. قلت لي هم هاتوا لحالة كيفاش دائرة والراجل قلت لي بقى خدام. ولكن دوك صحابه ما كيش اللي بريد تدليها السلع. ويقول لها السلع دنام سطوكية ما غير من باقية في المجازات. والصبع ان تفكو من ديالنا. وإذا اعطيناك شيء تمان ناقص عن السلع وغير تحكي ناعدك. انصح واحد في هم قال لها هفتش مهات ديالي. هفتش عاييجي كمريه. ادي سلعتك. وستوكيها في الضرف شيء غارج لي سهل الله. قلت له انا وستوكيها فيه السلع. استوكيها في رجلها كامل. ترونت واحد روينة ما بحلها روينة. الدار مشاكل بب السلع. الرجل من يحفرنا. الفلوس واله. لا يعيشوا ولا يشتقاب رجلها في الدول ولا يكوش. العائلة كرهوها. ولو كيتهربوا منها بقوة ما كتتسلف من عندهم. وما كترول. المهم عاشت العادة بالآله. كتشوف الصحة هذه الرجلها غادة وكتقلال. غادة وكترجع فيما يدوه الطيب كيقوله من نفس الحضرة. كيخرج له الدواء لكن بلا فايدة. والسيد كيزيد امراض نهار على نهار. واحد الليلة تزاد عليه الحال. ولاده صنوه الامبيلونس. وهزوه الصبيطة. بقى في الانعاف ش سوئات قليلة. والآمنة دائما. السيد وصل لواحد درجة اللي ما بقاش الجسم دياله كيتفاعل مع الدواء نهائية. ما بقاش كيستاجبل العلاج. بحال شرب الدواء بحال ما شربوهوهو. السيد صحة دياله كل هرشات. كل هرشات. بقاش ويومات. هنا ما سيوقع؟ الطبيب سوى المرته. قال له هذا السيد هذا ما هو مريض. قد اهرت لشهور دهبت قريبا. واشهد الفراش. ما كيقدش يتحرك. تلخدمات دياله ما بقاش يمشي لها. رجلك راح تيمال كبير. انه يكون مات بتسموه. لان تشخيص ديال الحالة دياله كيشير لهذا الشيء. الطبيب ديك ستاعد بقاش بالبوليس. قال له ما اودي. راح واحد السيد جابوا عائته الصبيطر الصباح. وراه مات. والحالة دياله راح هم شكوك فيها. السيد مات مشي تسموه. الحالة دياله ماشي طبيعي. أو بالفعل. البوليس ديك الساعة انتقلوا مشاو الصبيطر. شافوا السيد ميت. طبيب قال له ما سيدي. راح يمكن يكون تعرض لشيء حالة تسموه. لانه هم لقوا الحالة دياله حواجه في هالقيق. مقية لحواجه. طبيب بحكم تجربة دياله الخبرة دياله عرف باللي. هالقيقرة دياله بتسموه. البوليس خبروا النيابة العامة بالأمر. وتمت إحالة لهالك على مصلاحات الطبيب الشرعي. هنا ما سيقع. تقرير الطبيب الشرعي سيصرح ليهم بأن الضحية تم تسميم دياله بواسطة واحد تركيبة من المواد الخطيرة جدا. هذه المواد للأصل ديالها فيه ما هو نباتي وفيه ما هو حيواني. والتي هي مواد سامة وقاتلة. وحدد لهم حتى التركيبة هذه المواد. إذا سيد مقتول. دخلت الشرطة القضائية على الخط. خبروا مرته وخبروا ولاده بأن الأبديالهم ستقتل بواسطة مادة سامة. مرته قلت لهما سيد راجل. راجل شهرين هو شهرين وشهد الفراش وعنده نفس المشكلة. قال لك لها يردها. وهذا الشيء الذي يدعى. تقول له في هذا الحالة هذه. قال لك لها ما تبقى له ما في الكرش دياله. وشهام ما رديناه الطبيب. وكي خرج له الدواء ولكن ما كانت شيء تحسه. البوليس قالوا لها أعطينا لها الدواء هذة اللي كان يخرج لك الطبيب. بالفعل. قطعتوا لهم. فاشعروا على الطبيب. قالوا ما اوديه. هذا راه الدواء اللي كي ياخد هاد سيد هذا. راكي يعطيها الطبيب في حالة تسامن. واخ. مزيح. البوليس قالوا لها السيدة هذة مرض ضحية. قالوا لها هو راجل كان عنده شيء مشكل مع شيء حد. وحدك كان عنده شيء مشكل مع شيء حد. وحدك كان عنده مشكل مع شيء واحد. السيدة هدودي. ما يهضر معنا قليل فاش يهضر معنا. وما يقول نواله. خيكون عنده شيء مشكل. قالوا لها انتي كتقولي بأنه شهرين ذا بوشت الفراش. وبأنه ما يخرج من الضرقة. ما يقدر شيء يوقف. قالوا يا سيدة هتشل لكم هو هو اللي كي. قالوا لها ولكن هذا السيد هذا بما انه ما كانش كي خرج مدة شهرين هذة. اذا راح كي يكون الماكلة دياله غير هنا في الضار. ومادام ما كي يكون بره. اذا فراح التسمم اللي تسمم. راح كي لها عندك هلالة الشريفية فضاء. البوليس سولوا اولاد وبناس الضاحية قالوا لهم وش باكم. كان عنده شيء مشكلة مع شخص في العائلة. شخص من شجرة. شخص من صحابه. مرته كانوا يدخلوا عنده صحابه. وحتى عائده. قالوا له هذة الناس كانوا يجيبوا معهم شيء حاجة ديال الماكلة. كانوا يأكلها ليسيدي. كانوا يجيبوا غير الديسر وضانون والحليب وصفحة. لكن هنا نشرح واحد من النقطة. كان البوليس قالوا ربما هذا شيء عنده مع شيء حساب. وكان يطلع عليه في الضار دياله. ويعطيه شيء حاجة يأكلها مسمومة. قالوا لها واليوم والبارح. كانوا يطلع عليه قبل ما يزيد عليه الحال. قلت لهم مع قلشة سيدي. قالوا بالنادم داخل الخارج. ولكن منطقيا لا يعقل أن السيد هذا شهرين هو مريض. شهرين هو شد الفراش. والطبيب يقرر عندك تسمم. وعطيه الدواء دياله التسمم هذا ودياله التقية. يعني السيد شهرين هو كيتعطاله السم. بشكل تدريجي وبشكل منتظم. وحتى نا افترضنا أن شيء حد خدام معه في الخدمة. أو كان يأتي عنده الماحل في الخدام ويعطيه السم في الماكنة. فرص السيد هذا شهرين ما خرج من الدار أصلا. ما يمكن هذا الذي يعمل معه يتبعوه للدار ويعطيه السم. كذلك العائلة دياله وصحابه والجير الذي زاروا في الدار. راح يقولوا بأن السيد شهرين هو مريض. ولم يقعد شيئا كل جاء. حنا كنا نجيب له أصلا غير الديسير والحليب وضانون. وهذه افتراضة لفترض البوليس كان عندهم ستنتاج واحد. وأن السيد السم الذي كان يأخذ كان يأخذ في الدار طيلة هذه المدة الشهرين. السيد لم يكن يخرج من الدار. والجسم كان يوميا يأخذ السم. حتى النهار لم يعد فيه. خاصة أن الطبيب الشرية أكد لهم بأن السم الذي كان يأخذ هذا السيد هو عبارة عن تركيبة من مواد عديدة وهي مواد معروفة وقاتلة. هنا بدأوا البوليس كيشكوا في مرته وفي أولاده. خاصة مرته. الأنظار بدأت تتوجه لها بالدرجة الأولى. وبحثوا معها مزيان. وعمقوا معها البحث. خصوصا هي. ضغطوا عليها مزيان. المرأة تقول بما كان عندها احتشي مشكلة مع راجلها نهائيا. والأولاد كتابهما كذلك. ولكن البوليس بدأت تسعب ميق البحث في هذه القضية هذه. قد يأخذوا إذن من النيابة العامة بتفتيش الدار ديال الضحية. مش هوا العناصر. طلعوا لتملضة. وقلبوا أسفه على العلامة. ولكن ملقوا شيئا. في واحد اللحظة شنو سيقع. واحد العنصر من ذوك الناس ديال الشرطة القضائية دار واحد الكرسي. هو يطلع لديك البلاكار ديال الكوزينة. هكي يلقى واحد ميكاتين. هكي يلقى فيها قرعة صغيرة ديال الججاج. بحث يسير. اجبدها. فتحها. وهو يشم واحد الريحة غريبة وخيبة بذلك. الريحة غريبة من ذلك السائل اللي كان في ذلك القرعة. العناصر. حتى هم شفوا ذلك القرعة. واستغربوا من ريحتها ومن شكل دياله. سيقعوا المرأة قللوا. ما هذا الشيء هذا. كما سيدي هنا. ما عرف ما هذا الشيء. وهذه أول مرة كنت نشاهد هذه القرعة. ما عرف كونها يكون جابها لنا. أولادها كيقولوا نفس الهضرة. يقولوا سيدي حنا ما عمر شون هذه القرعة. أجدالوا البوليس. خضاءوا ذلك القرعة. عرضوها على الطبيب الشرعي. من أجل إجراء الخبرة. يرون الخبرة عليها. باش يحدوا النوعية ديالك المادة اللي فيها. وهنا كانت الصدمة. من اللي أكد لهم الطبيب باللي هذه المواد هذه اللي في القرعة هي عبارة عن مواد سامة. وهي نفس المواد اللي تسمم بها الضاحية. هنا البوليس جابوا المرأة وولادها للكوميسارية. وعمقوا معهم البحث. السيد تسمم هنا. في الدار دياله. والقرعة كانت عنده تمام. والسمة اللي تسمم به الضاحية هو النيت اللي يلقوا في القرعة. طبيعي أن الأنظر عاد توجه الزوجة دياله بالدرجة اللي. ربما عندها مع شي مشكل. أو ربما شي حد فولاده اللي كان بغيتهن منه. ولكن أولاده بقن صغر. الكبير فيهم عنده تقريبا 23 عام. شنو المشكلة لكي يكون عندهم عبا. وبالتالي المرأة قلت هي المتاهم الأول والرئيسة في هذه القضية. المرأة التي شاهدت بللحت أولادها وبناتها خدت ورطة في هذه القضية هذه. اضطرت تعتار. قالوا يا سيدي. أنا سأقول لكم كل شيء اللي كان. أنا اللي كتكن دير الراجلي هاتشي في الماكلة دياله. أي. ومن يجاتك هذه القرعة. وشنو اللي فيها. قالوا يا سيدي. أنا راجلي عزيز علي. وكان بغي. وما نبغي شي حاجة هذه. الراجل ما بقى شي حاجة فيها. وليست لديها في أولاده. ودرت لها هي السيادة للجوة. ودرت بغي. قبل وما وقبل. أنا سيدي. أنا سيدي. تبغي غير تصلحة. وأنت أردت أموري معه. يا سيدي. تشوف الراجلها. كيفما نقول. ومنخلها. ما ما مهتمش بها. ما أعطيها لسيدي. أبدأ تكتشك فيه. قدت ما نفعل. ونبدأ نعطيها هذا الشيء ونصلح الأمور ديالي. سيدي. تبغي تعتقدارها وتحافظ على راجلها ولكن سلك الطريق العوجة صدقة مشت للهوية لا راجل لا خدمة لا فلوس كل شيء يمشى بسبب الجهل الأمي هذه المرأة ستصرح بشيء معلومات كانت خطيرة بثئة قلت تبليدك السيدة التي قلنا كانت تخدمة عندها تأتي عندها نهار أو يومين في السمانة واحد نهار هذه المرأة بدأت تشكيلها قلت لها أنا شكف راجلي بثئة خصوصاً لمقاش عطاها حقوقها الشرعية قلت مكرهت شوافة التي تكون معقولة ولا شفقه ما خلقه بجواده قال لي شوف لي واش راجلي بصح كي يخونني ولا لا على أي السيدة قالت لها أنا رأى ما كان عارف لها شوافة لفقه ولا ولو ولك إلا بغايت سيء غدا نسول لك قلت لها صافي كوني هانيا أنا عمش نسول لك ونرضع لك هذه السيدة هذه اللي خدمة عندها فاش رجعت لدارها جبدت هذا الموضوع مع رجلها تأتي سيدي رأى السيدة اللي كان مشي عندها نعاونها رأى عندها شي مشكل مع رجلها ورأى وصلتني نشوف ليها شفقه ولا شي شوافة هذا رجل هذا هذا رجل هذا ما خدم مرده وكيقلب عالة لهوتا شي هووتا اللي يجبد منها الفلوس قلت لها سيري يقولي السيدة أراه كان واحد لفقيت صاحبي أراه فقيم جد ويقضي لها الغرض وفعلا فاش عرفت المرأة قال لي راجل السيدة اللي خدمة عندها كي يعرف شفقه قلت لها شوفي قلت لها الراجل يجي بدك لفقه عندكم للدار قلت لها حيث أنا ما نقدش نمشي عن الدار ديال الشي فقك ما نمشي لها عن دفقه ولا نشوفه فان خاف يشوفني شي حل ويوصلها الراجل يقولي مريبة لحفلة مرة اللهم ما في الدار ديالك يقولك هو صاحب راجلك انا عنجي عندكم السيدة للدار بالفعل جاءت عندهم دخلت لعندواج قلت لها لا لا راجلك رأى بغي تجو جالك ورأى بغي يبيع الدار هذا الشي هو اللي شعل المرأة مرة قلت لها قلت لها راكي يقلب على الشري ديالطه ورأى عنده واحد السيدة بغي يجوج بها قلت لها ولكن كوني هانيا انا اعطيك شي حاجة اللي غادة تبدل الحال وتبدل امور وتزينك وتحلك في عينه ويرجعي عمر داره ويديها في ولاده اعطاها شي طالاسم قلت لها ديريها وصل المخدى اللي كينعاس عليها وعطاها هذي القرعان اللي يلقوا البوليس قلت لها هذي غادي تبقى تعطيها جوج قطرات فالنهار اما فأتيه ولا فقهوة ولا في شيء حاجة سائلة صوبة ولا حريرة ولا عصيدة ولا الليكة قال له ما تحبسي احتم قولك انا حبسي تقول لك حبسي حبسي ما تحبقى يشتغل لا تشتغل السيدة وفيما تحتاج للفقية كترجع لدار السيدة صاحبتها وفيما ترجع لده قلت لها ازيدي ازيدي مازال وكي اخذ من عندها السيدة قلت تعطي الراجل هذا السم احتدتها لك في صحته وشد الفراج هو خشد الفراش بقاتك تعطي حيث الفقية الطبيب دي لها كلا متهم في شمرها وخسي تشد لرد ابقاتك تفعله كي يقول لها غير عاي تقاعد من فراشه وهذا يبدل العتبة وغادي تجو جالي ويبعد دار صافي السيدة بقى يبلها بأنها تشعر هذا والحل ما عارفاش باللي رها تسم هذا غادي جمع الرجلة ما عارفاش باللي صح طورة هكا تمشي بسبب هاد الشي اللي كتعطي جابوا ذلك السيدة اللي خدامة عندها وجابوا رجلها وجابوا واحدة ذاك الفقية واعطار فوقاع بده هاد الشي اللي تنسب لها كل واحد اعطار فبدك الشي اللي دار وتقدموهما بربع العادلة الزوجات حكمت بخمسة عام وهذه اللي خدامة عندها ورجلها يتحكموا بخمسة عام لكل واحد فيهم والموشعوية تحكم بعشرين سنة شوف هاد الناس هادو باقا كي يقامنوا بالخرافات هاد الفئة هادو غيبة العقل دياله بقا تقامن غير بالسحر والشعوية والطلاصة يقولوا قاعد المشاكل على التحل بهذه الطريقة هذه بسحوة المرطي يصير شوفة بغي تخدم سير عن الشوفة بغي تنصب على شي حد سير عن الشوفة ما كان شي فكري ديال تاجه عند الله سبحانه وتعالى هو الرزاق هو مبدل الأحوال هاد السيدة كتقلب على فقه معقول وشي شوفة معقولة كلهم مطرود من رحمة الله هذا الرجل؟ كان مسكين؟ تاجر؟ دخل سقراسه؟ معقول من دار الخدمة من دار السيد ربما كان مضغط في الخدمة دياله ربما كان عنده شاكات كان عنده مشاكل كي يخرج في الصباح ما يرجع تال العشية معطل كي يرجع مهلوك يدخل كين عتب تعماره قاعدوا الكريدية ما طيب عليها حاجة لا مرأة لادلال ومرتوا بسبب هذا الشك هذا نارت خرجت له على حياته ويهتمت أولادها بلا حتى شي سبب معقول او دار المرأة للحلاح اغلبت المرأة الصحالة والراجل ما كيجي لا بسحور ولا بمجامر ولا بخور نتمنى لا نكون طولت عليكم ولكن بغايت نضيف واحد مسألة مهمة في اخر الفيديو مؤخرا صناعت واحد الفيديو ديال الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله كي يعطي نصائح للمرأة اللي مقبلة على الزاواج نقلا على واحد السيدة اعرابية نتمنى النساء كامل يسمعها إلا كانوا باغين اسرار الحياة الزوجية السعيدة هاد الاعرابية اعطت البنت عشرات منها صائح في الليلة ديال لعز دياله كدت هاد النصيحة اللولة والثانية فالمعاشر له بالسمع والطاعة والرضا بالقناة كتلة الثالثة والرابعة التفقد لموضع عينه ولموقع أنفه فلا تقع عينه منك على قبيه ولا يشم منك إلا أطيباره أما الخامسة والسادسة الهدوء عند منامه والتفقد لوقت طعامه فإن تنغيص النوم مغضبة وحرارة الجوع ملهبة أما السابع والثامنة فالتدبير لماله والإرعاء على حشمه وعلى عياده وأما التاسع والعاشرة فألا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غضره وإن عصيت أمره أو غرت صدره هذه النصائح اللي أعطت لأم هذه الأعرابية البنته نتمنى كنا نستبدو منها أخوتي أخواتي خليتكم بخير ونتلاقى وغدى بحل هذا الوقيته إن شاء الله تفشيه لأمراه تفشيه لأمراه تفشيه لأمراه